اجتهاد وصبر وتطور عمر مرموش في صدارة هدافي الدولة الألمانية النهاردة نجمينا للمصري عمر مرموش واصل تقلقه مع فرانكفورت وسام في أهداف فريق والأربعة أمام هولشتاين مرموش سجل هدفين وصرع زيهم في مباراة انتهت أربعة اتنين لصالح فرانكفورت أهداف مرموش أو الست الأهداف اللي سجلهم مرموش في الدولة الألمانية الموسم ده خلوه ينفرد بصدارة واحد من أهم الدوليات القواية في العالم وده بفارق هدف واحد عن مين يا جماعة عن هاريكين نجم باير نيبيونيخ أرقام هجومية مرعبة وتطور مثالي والمستفيد منتخبنا واسم بلدنا نتمنى دايماً الأفضل لمرموش يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ورقم عشرة النهاردة هو عمر مرموش إبداع وتقلق وأشياء رائعة جداً تحدث في البونزليجة في الدولة الألمانية عمر مرموش يا جماعة النهاردة يتخطى مين في صدارة الهدفين؟ يتخطى هاريكين واحد من أعظم المهاجمين اللي مروا على التاريخ مرموش بيتخطاه النهاردة تقولي لسه في بداية الموسم والأمور بس المعدل بتاعه مرعب النهاردة مسجل ستة هدف وهاجيلك على أرقام مرموش وكلها أرقام مدهشة مرموش النهاردة فريقه وإنترخت فرانكفورت فاز على فريق هولنشتاين بنتيجة أربعة اتنين جولة الخمسة في الدولة الألمانية يجب ستة أهداف في خمس جولات معدل أكتر من هدف في المباراة الوحدة ده غير بقى المساهمات بتاعته النهاردة في الأربعة أهداف ليه هدفين سجلهم بنفسه وصنع هدفين يعني الأربعة بتوعه الأربعة مشارك فيهم الأربعة مشارك فيهم النهاردة مرموش أول لاعب في تاريخ إنترخت فرانكفورت يسجل ستة أهداف في أول خمس مباريات بالبونس ليجا طيب دي الأرقام بتاعت النهاردة تعالوا وريك بس الأول قايمة الهدفين في الدولة الألمانية وريك ترتيب عمر مرموش وسطمين اسماء كبيرة جدا ومراجمين رائعين جدا يلا بينا مرموش ستة أهداف هاركين نجم انجلترا وبارني ميونيخ خمس أهداف وبعد كده ديميرفيتش شتوتجارد سجل أربعة أهداف وكرامريتش هوفنهايم مسجل أربعة أهداف واندف شتوتجارد مسجل أربعة أهداف وماشينو لعب هولشتاين مسجل أربعة أهداف هو في الصدارة ومصري في الصدارة مرموش لعبة ربا صح مش بتكلم عن أمور الأخلاقية يعني هو أخلاقية طبعا أكيد تربى صح بس هبتكلم كمان على تربى كورة صح تقسص صح وما تفهمش ليه ليه اللعيب اللي ما بيطلعش من الأهل والزمالك بيكسر الدنيا في أوروبا فماش صلاح مفيش أهل وزمالك مرموش مفيش أهل وزمالك ليه تفتكر انت ليه عشان عيبت الأهل والزمالك دول وحشين لأ عشان اللعيب الأهل والزمالك عايز يفضل في الأهل والزمالك عجبات شعبية وعجبات جماهرية وعجبات دوشة اللي حواليه وعجبات فلوس الكتيرة برضو اللي بياخدها لكن اللعيبة دي اللي بتطلع بدري بدري مدقوش طعم الشهرة والمجد في أندية مصرية زي الأهل والزمالك فيقولك ما أنا كده كده محصلة بعضها تم روح ألعب في أوروبا وتقلق وكسر الدنيا مرموش مدهش يا جماعة مدهش في موقع شهير اسمه سوفا سكور ده بيحط التقييمات لللاعبين في العالم كله في كل المباراة وكل الدوليات في العالم مرموش خد تقييم كام النهاردة في موقع سوفا سكور عشرة من عشرة عشرة من عشرة ده نادرا نادرا لما لقى بياخدها في العالم كله نادرا يعني بس الراجل مسجل هدفين وسانا هدفين التقييم هو على الشمال فوق عشرة هتلاقي بقى أعلى واحد معاه في الفرقة توتا 8.2 ده أعلى واحد يعني بعد عمر مرموش عشرة من عشرة مدهش يعني وبعدين تلاقي مرموش بيسجل من كل الأوضاع بكل الطرق بيمينه شغال بشماله شغال من الجانب الأيمن شغال من الجانب الأيصر شغال براسه شغال يعمل أسستات من على اليمين يعمل أسستات من على الشمال واخد مساحة حراية رائعة جدا كمهاجم كمهاجم تاني في فريق انتراكت فرانكفورت أتمنى كابتن حسام حسن يستغل مرموش في الحكاية دي قوي يستغلوا قوي يقربوا من مركز المهاجمة تقول ليه مصطفى محمد ممكن يلعبوا اللي اتنين ممكن يلعبوا اللي اتنين بص مرموش من ناحية الشمال بيختارك وبيسجل هدف ده الجول الأول من ناحية الشمال يعني متطرفة شوية ناحية الشمال جول بص اللي بعدها بيعمل أسست من كورنر اللي بعده بقى نفسك قص جول أسست من ناحية اليمين كل الطرق بيأسست وبيسجل بطريقة رائعة ومميزة تعالى وليك أرقام مرموش بقى المدهشة طبعا انت تقول لي ما هو هداف خلاص ده رقم مدهش لا 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 أرقامه التانية إحصائياته التانية غير أهدافه اللي هو متصدر بيهم هداف الدول الألماني أرقام مدهشة جدا جدا تعالى بص ربنا يحفظه ويحميه يعني في خمس مباريات مسجل ستة وصانع تلاتة يعني مشارك في تسع أهداف في الخمس مباريات يعني معدل هدفين في المباراة الوحدة بيشارك فيه هدفين صناعة فرص محققة خمسة أكتر واحد في فريقه تمريلات مفتاحية اتنين فاصل ستة لكل مباراة الأكثر في فريقه تسديدات على المرمة تلات تسديدات لكل لقاء الأكثر في فريقه مدهش مدهش أرقام يعني دي أرقام يعملها مثلا إيه كريساور ناضلو في عيزه يعملها ميسي في عيزه دي الأرقام اللي بيعملها هتقول لي أنت بتشبه مرموش بكريساور ميسي يا سيدي لأ إن شاء الله يبقى أحسن منهم إن شاء الله يعني المستقبل معاه بس أنا بكلمك على معدل الأرقام الأرقام دي في خمس مباريات ما يعملهاش غير أهم اللاعبين في العالم في العالم كله يعني فمرموش عامل انطلاقة مدهشة في الدولة الألمانية مدهشة تصوري وتوقعي لو حافظة مرموش على المعدل دا والمستوضة وربنا يحمي يا رب يا رب من أي إصابة طبيعي جدا هتشوف في الدولة الإنجليزية الموسم اللي جايه برقم خيالي مش ببالغ برقم خيالي وخليك فاكر دي وأنا وانت هو بس برضو الشرط أو يعني الأمنية الوحيدة إنه ربنا بس يحفظه من أي إصابة أو من أي حاجة ولو فضل على المعدل دا مرموش هيتباع كأغلى لاعب في تاريخ مصر بمعدل أسعار دلوقتي باللي حصل هتقول لي مثلا كان أنا فاكر صلاح لما راح ليفربول من إيس روما كان تقريبا باربعين مليون يورو ده وقته 2018 على ما أعطي أذكر وقته أو 2018 صلاح راح ليفربول في 2018 17-18 فلو مرموش فضل بالمستوى دا لا مش 40 مليون أبدا ممكن يبقى ضاع في الرقم دا وأكتر ممكن يبقى ضاع في الرقم دا وأكتر ساعتها هنبقى قدام أغلى لاعب اتباع في تاريخ مصر نهاية الموسم نتقابل بالفيديو دا إن شاء الله بإذن الله بس ربنا يحفظ عليه بإذن الله يعني طيب النهاردة كمان مش من النهاردة من إمبارح وقبل إمبارح في حكاية كده بصراحة ما بحبش أتكلم في الحاجات دي وقلت إيه أنا مش أخش الجدل فيها وعشان فيها حاجات كده وفيها معتقدات وأفكار وحاجات أنا ماليش في الدوشة دي خالص ما بعرفش أروح له ما بعرفش ما بعرفش مش بتاعتي بس ربنا يا رب يشفي مؤمن زكريا ويحميه ويا رب يعفي عنه وطيب وجميل وربنا بتلاب مرض وإن شاء الله ينجيه ويبقى في ميزان حسناته في يوم من الأيام في الجنة بإذن الله فطلع حد فيديو قالك إنه مش عارف حد عامل عمر مؤمن زكريا مش عارف عمل وفي قبر والقبر ده عند والد الكابتن مجد بص حكاية من الأول مجدبش عليك ما اشتريتش حاجة ما اشتريتش بس ما علقتش أنا راجل مؤمن جدا جدا إن ربنا صاحب الملك هو اللي بيتحكم في مصرنا وفي حياتنا وفي صحتنا وفي كل حاجة طبعا ما أخش في الجدال ده خالص عمري يعني بس شك يعني في حاجة قلط في الموضوع وفيديوهات وصور وحد أخذ مؤمن وورا في قصة مش طبعية النهاردة مشكورة مشكورة للاهتمام وإنها كمان تعلم في بيان رسمي وزارة الداخلية المصرية إن هم أبضوا على أربع أشخاص بسبب تزوير واختلاق واقعة غير حقيقية بالعصور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا لعب النادي الأهلي الحكاية تلقيت إيه راجل التربي وقريبه ومراته ووامنه وصحابه عملوا قصة باختصار يعني عملوها ليه تفتكر عملوها ليه تعالي لي تعالي تفتكر عملوها ليه عشان بس إيه أنا جيبت الخبر ده مخصوص أنا بقولك وش عايز أخش بس أنا جيبته عشان لهلولك دلوقت ده أجماعة الجنان بتاع الأرقام والفيوز والمتايزيشن والفلوس اللي هتخدها من الفيديوهات والحاجات دي كلها جنينة الناس فوقت حابه يعمل فيديو عشان يجيب ملايين المشاهدات فيجيلوا عليها فلوس مستغلا إيه بقى مستغلا مرض بني آدم يا جدع جدع حرام عليك إزاي فيه حد بيفكر كده الموضوع ده مش حكاية مؤمن بس دي حكاية كتيرة في حياتنا دلوقت الناس بقى عندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تجيب شوية مشاهدات ومعها شوية فلوس تجي بقى على حساب بني آدم على حساب مرض بني آدم على حساب أمال بني آدم ورحته وإهله وعيلته وحياته مش مشكلة مشكورة وزارة الدخلينا تحركت سريعا وكشفت الأمر اللي كان واضح من الأول إنه في حاجة غلط فيك مزيف واضح من الأول بصراحة يعني الله يسامحهم يعني الله يسامحهم اللي عملوا كده تتخيل واحد مريد يعني بغلط النظر بقى بس يعني أي حاجة بتتقلو ممكن يروح معهم أو في وضع ضعف تستغل ضعف بني آدم يا أخي انت جاحد بصراحة يعني ناسف لحضراتكم يعني ستجحود يعني طيب دي حكاية نروح من الأخبارنا وتوابع مباراة السوبر معلومة مهمة ما تقالتش الأيام اللي فاتت أنا أكتر واحد كان متأثر من النادي الأهلي بعد مباراة الزمالك هذا اللاعب اللاعب هو الدولي المغربي يحيى عطويته الله كان حزين جدا جدا في قط اللبس بعد المباراة واعتذر لللاعبين كل اللاعبين واللاعبين نفسهم وسوء تحديدا رضا سليم المواطن والمغربي واحد من كبات النادي الأهلي عمر السلية وقالوا له خلاص موضوع خلص وكلنا منغلط وطبيعي إنه الوضع يحصل كده لأي لاعب كان غلط يحيى عطويته الله في الهدف اللي سجله نادي الزمالك وما كانش أو كمان ما سجلش ضرب الترجيح أضعها يعني فكان حزين جدا تاني واحد كان حزين مع يحيى عطويته الله حزين جدا أيضا أكرم توفيق أكرم توفيق بكى كثيرا في غرفة خلاق الملبس بكى بكى وكل اللاعبين برضو كانوا بيواصلوا وعايز أقف بس لحظة عنده أكرم توفيق ونفسي أنا عايفة إن دي مش هتحصل بس هقولك اللي في نفسي فيه يعني نفسي لما يجي نقايم لعبين مدربين نقايم مجمل الأعمال دي بنقايم مجمل الأعمال عشان في قسط الأعمال العظيمة جدا ممكن يبقى فيه عمل مش جيد ده أي حاجة كلنا في حياتنا كده بتشتغل شغلنا جدا أنا بس بشتغل عندي حلقات ربنا كريمني بيها تبقى ممكن تبقى كويسة وحلقات تانية ما كنتش موفق فيها كلنا حلقك في شغلك كمهندس بتبني بيت عظيم جدا وبيت تاني ما تبنوش كلنا كل أي شغلانة بقى يحسب زي ما أنت عايز في موضة كده حصلت اليومين اللي فاقى دول يقولك إيه بس أكرم توفيق ما كرته مش حلوة بس أكرم توفيق ما بقاش مركز بس أكرم توفيق عنده حاجات شخصية مش مخليه يركز في الملعب بس أكرم توفيق منظومة الأهلي اللي فيها لعيبة كتير كويرة وعندهم كرة حلوة يا جماعة ده أكرم توفيق أنا فاكر الموسم اللي فات تقريبا خضر بقى من أمزمتش أفضل لعب في المباراة أكرم توفيق ده واحد من أخلص وأرجل اللعب اللي في النادي الأهلي وعنده قدرة عظيمة جدا على التطور لعبه زهير أيمن يؤدي بكفاءة لعبه في وسط الملعب رقم 6 يؤدي بكفاءة لعبه في وسط الملعب في مركز رقم 8 يؤدي بكفاءة إخلاص شديد جدا ده اللقطة بتاعت المباراة الزمالك الراجل جات له قصابة عضلية مش قادر اللي بيجي له قصابة عضلية ده ما بيقدرش يتحرك في الملعب كمل بتاع 5-6 دقائق في نهاية المباراة وهو مصاب مصاب عضليا دي صعب جدا ما يقدرش ما يقدرش يتحرك ما يقدرش حد يمرر الكورة يتحمل جدا على نفسه ويجي حد يقولك لا بس أصلا أكرم توفيق محتاجة غاية مش هو لا مش لعيب كويس يا سلام عشي لعب مباراة ما كانتش موفق فيها هو وكل زميله لا لكله ما كانتش حيله اليوم ده أصلا يعني بس لايه الناس كده تحب تمسك في لعب كده أو اتنين يحبوا يركزوا معه بس أكرم توفيق بصراحة من لعب اللي محبش حد يمسك فيها مش حاجة مش هوا لعب مخلص بس مخلص جدا يعني حتى لو مش موفق فهو يبقى غصبا عنه مش يوم بس ما قصرش بتحصل يعني نهاردة الدكتور أحمد ده جوالله طبيبين نادي الآلي بالمناسبة يعني بعد الأشعة النهائية اللي أجراها محمد هاني بعد إصابته في مباراة السوبر تأكد إصابة اللاعب بجزع جزع في الرباط الصليب الخلف للرجبة هيحتاج لبرنامج تأهيلي هيبدأ في تنفيذه خلال الأيام اللي جاية حمدا لله إنه الموضوع جزع مش قطع في الرباط الصليبي جزع دي يعني إن شاء الله المدة مش تبقى كبيرة يعني لكن لو قدر رقم صليبي أو قطع في الرباط الصليبي كان الأمور بقت صعبة فالحمد لله إنه ربنا نجع محمد هاني من هذه الإصابة العينة أسوا العينة القطع في الرباط الصليبي دي أي لاعب تبقى مزعجة ومرعبة ليه بصراحة فإن شاء الله يعني ربنا يحمي الجميع كابتن سامي قمصان مدارب النادي الأهل المدارب العام للنادي الأهل القائم بعمل مدير الكرة اتخذ قرار بتغليز تغليز العقوبة المالية المواقعة على مين على رمي ربيعة وعمر كمال ليه بعد ما احتفلوا بالطريقة إياها في مباراة الزمالك لاتنين بالمناسبة تقبلوا للغرامة لاتنين تقبلوا للغرامة رغم أن هما شرحوا أسباب احتفالهم وقالوا أن هما ما كانوش بيسخروا من المنافس بس الصورة ما كانتش حالو وده اللي كنا بنقولهم بقى أنت ممكن يبقى في نواياك نواياك سليمة نواياك سليمة بس الموقف مش حالو كابتن محمد الشناوي كمان كابتن النادي الأهلي قال لكابتن السامي عمصان أن كل اللاعبين متقبلين أي عقوبات أو أي غرامات وقال كمان كابتن محمد الشناوي لللاعبين أنه هما لازم لازم يمتصوا غضب الجماهير للفترة اللي جاية ويتقبلوا أي شيء تاني رمي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد من أكتر اللاعبين المهزبيين جدا فينفع تعدي وطعبت مش هنوقف عندها كتير عشان هما اللي اتنين محترمين وبيعملوش مشاكل بس الحركة ما كانتش حلو من الآخر يعني بمنسبة الحركات جات في بالي للوقت وأنا داخل كان مباراة ريال مدريد وأتلتكو مدريد لسه شغالة درب مدريد الشهير ريال مدريد سجل هدف المباراة على ملعب أتلتكو مدريد وجماهير أتلتكو مدريد مسكة تيبو كورتو حارس ريال مدريد من أول المباراة اشتيمة وتغبيط وتنطيت وحطف حاجات وتيبو كورتو كان بلعب أتلتكو مدريد مسكينه بهدلة فبعد الجول اللي جابه ريديجر راح تيبو كورتو لف عند جمهور أتلتكو مدريد وبدأ ايه يخش معاهم في المنوشات فاللي حصل ايه جماهير أتلتكو مدريد بدأ اتحدي في حاجات بقى حاجات صلبة وولعات وحاجات كتير أوشة فرح الحاكم خد اللعيبة ودخل قط اللبس والمباراة توقفت تقريبا ربع ساعة بسبب مين؟ بسبب تيبو كورتو كل حاجة حدف عليه كل حاجة كل حاجة طيب هقول لك حاجة سبحان الله هقول لك حاجة تبدو غريبة شوية دي كورة يعني ايه مهما كان فيه نظام ومهما كانوا اللاعبين محتفين ده بيلعب في أهم النادي في العالم تيبو كورتو هو أهم حارس في العالم ومهما كنت متعلم ومهما كنت في مجتمع يعني متعلم وأي حاجة بص انت أحلى واحد انت مجتمع مثالي الكورة فيها أدرينالين كده بيعلى في السماء في السقف محدش بيحس هو بيعمل ايه لجمهور ولا لعبين هل دي مثلا دعوة نحن بنقول يالله يا جماعة تعصبوا وعملوا مشاكل في الملاعب والكلام ده كل مقصودش كده عشان بس الكلام بيروح لتمين حد أنا أقصد انه لما المشكلة دي حصلت تم التعامل معها بهدوء وزكاء خد لبقى اللعيبة دي بره عشان واضح ان هي عمات استفز الجمهور والجمهور مستفز جدا ابعدهم شوية عن حالة الدوشة دي الجمهور يهدأ سيميوني لما رجعوا الملعب سيميوني دي يجو سيميوني مدارب قتلتكم مديد راح لجميل قتلتكم مديد وقال لهم اهدو وقعد يعمل لهم الحركة بتاعته شها دي عشان يلمطش ما يبص مننا والدنيا كملت والدنيا كملت أنا أقصد ايه ان والد ان يبقى فيها عصبية في بعض الأوقات في بعض الأوقات في الكرة في العالم كله دي مش تقدر تغيرها مهما حصل عشان ده مش تنس مش جلف ده ده طول الوقت في السامة كلنا من يبقى متعصبين ومشدودين في ناس وهي مشدودة بتتصرف صح في ناس وهي مشدودة بتتصرف غلط ندعوهم دايما انهم يبقوا هدين ودي لعبة وما يبقىش تبقى متعصب بس مش هتلغيها مش هتلغيها مهم احنا لما نشوف ناس بتتعصب نتعامل مع الوضع وانه اللاعب يعني مثلا ايه انا ليه بشرح الكلام ده كله في لعيبة مثلا سعب بتروح للجمهور تدايقه فالجمهور بيتعصب واللاعب بيعمل اخطاء والعكس نحطها في الاطار يعني ايه تخلص عند شوية مناقشة وخلصت احنا مشكلتنا حتى لما بنخش المرحلة دي بنكبر الموضوع قوي بنكبره ايه يعني الجمهور يفضل يشتم اكتر ويقصر اكتر ويعمل ازمات اكتر واللاعب يتمادى واللعبة التانية تخش موقف ويخلص بسرعة شايبت ويلاحظت عايف التكلم تبقى بتخاني مع حد في الشارع فاكتلا انا بزك شتمت ولا زعقتل وبتاع بعد ما بتعمل كي تقول انا انا عملت كده ازاي فيها لحظة مهم بس نتعامل معاها بهدوء بهدوء او يعني نتدارك الموقف يعني انا بس جبت اللقه دي ليه ما بيحصل في اوروبا بس كل ما نيجي نعمل حاجة احنا يقول لك ايه يا عم الكلام ده ما بيحصلش في اوروبا اه بيحصل ده بيحصل في واحد من اهم الدوريات في العالم مع اهم فريق في العالم ريال مدريد بيحصل بتحصل وبتعدي بس المهم بالتعامل معاها يكون تعامل زكي وصحيح طيب يحكي بحسب مسؤول في النادي الاهل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق هيكمل في التشكيلة الاساسية للنادي الاهل يعني يا كريم يعني بعد المباراة الزمالك اللي فاتت فيه ناس كتير اقل لك لا كيفية بها محمد الشناوي هاد مصطفى شبير وانا هجي لك في القصة دي اقول لك بس المعلومة الاول معلومة الاكيدة ان الشناوي مكمل كاساسي في تشكيلة النادي الاهلي وان مرسي القرى للحارس الاول بالنسبة له هو محمد الشناوي هل ده معناه انه مصطفى شبير لا وحش لا هو يحترى مصطفى شبير وعارف ان مصطفى شبير حارس كفء جدا انا واقف عند نقطة وجزئية في منتهى الاهمية عادة احنا نتعامل مع الحارس اللي بيخش فيه هدف انه كده كده اخطأ انه كده كده اخطأ يعني فيه ناس حملوا الكرة بتاعة ناصر منسي لمحمد الشناوي الكرة بتاعة ناصر منسي ده في رأيه يعني ورايبة جدا سريعة جدا اولا هو جاي من وراء ياسر ابراهيم فاصلا ياسر ابراهيم هيبقى حاجة بالرؤية على محمد الشناوي ففكرة انه اصلا محمد الشناوي بقى عنده رد فعل انه يعمل حتى ترايع الكرة دي كانت حاجة صعبة جدا فهناس يقولك كان فرد ايده كان عامل ايده مش عارف ازاي يا جماعة ده كل ده اقل من اقل جزء من الثانية ده انت بتحاول يبقى عندك رد فعل سريع جدا طيب بتدفع على محمد الشناوي مش القصة كده يا ممكن احنا النهاردة معنا الكاتل عبد الكريم يقول لي محمد الشناوي كان غلطان في الهدف وارد انا بحاول بس اقول لنا شفته قالك ده مصدش ولا ضرب الترجيح ما هي ده برضه يا جماعة مش الحالس دايما بيحاول هي اسمها رقلات حظ يعني الحارس حظه ويجي معاه فيعرف يصدها يا ما يجيش معاه وما يصدهاش ويعمل الشناوي شال ضربات ترجيح او ضربات جزاء فتحميل الشناوي اي جزء كبير من الخسارة في مباراة الزمالك ده ده ظلم تحميله جزء مع كل اللاعبين منطق ماشي ينفع يا عدد لكن فجأة الشناوي بقى حارس سيء فجأة الشناوي ما ينفعش لها بقى اساسي في النادي الاهلي فجأة لا اخرص كفاية بقى الشناوي هات مصطفى شو بقى فجأة الشناوي بقى ده الشناوي من كم المباراة اللي فاديكم لها كان متقلق جدا جدا يعني من بداية الموسم متقلق للغاية فمش منطقية برضو يعني طي نكمل فينكو سام في النادي الاهلي بشأن حاجة مهمة جدا ت pracy الاهلي كان عنده طبيب نفسي دكتور احمد ابول وفا والطبيب ده كان مش مش من النادي الاهلي وما كانش فيه اتفاق ومش الراجل في جزء شايف انه الطبيب النفسي مهم جزء في النادي الاهلي شايف انه الطبيب النفسي مهم جدا جدا ولازم النادي الاهلي يحفظ على الفكرة دي ان يبقى فيه طبيب نفسي فيه الجهاز الفني وفيه جزء تاني شايفين انه ما كانش ديها جدوى الفترة اللي فاتت وحتى لما كان موجود دكتور رحمة ربوها كان فيه بيبقى مشاكل وازمات في الفريق فمش هو مش قصة ان احنا يبقى عندها دكتور نفسي وخلاص ده جزء وده جزء انا رأيي انه لا مهم 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 الكل الاندية وكل الفرة وكل المجالات لابد ان يكون هناك طبيب نفسي مع اي جهاز فني واي نادي واي منتخب في مصر لابد لابد فكرة انه نتعامل برضو طبع الحاجات دي انها شكلية انها تكملية كده انها وجاهة ده برضو موضوع خاطئ تماما يعني انت لو انت نادي اهل شايف الدكتور احمد ابو الوفاق كانتش موفق مثلا ما عملش دوره بشكل عظيم فشوف واحد يعمل دوره بشكل عظيم شايف الدكتور احمد ابو الوفاق كان عامل دوره بشكل عظيم بس هو اللي سامنا فمش خلاص مش هنجيب حد غيره لأ هتحد غيره مثلا يعني ده رأيه برضو والاهل اكيد قدرة كإدارة وجهاز فني باللي محتاجينه قلت لكم مبارح في النص كده انه صحيح الاهلي مأجل الصفقة الجديدة او الزيادة ليناير اللي هو اللعب الاجنبي سواء جناح او مهاجم ليناير ده الاعلان الرسم ده الاهلي اعلنه بشكل رسم بس انا قلت لكم انه الاهلي لو قدر يتطفق او يجد المهاجم او الجناح الاجنابي الجيد هيخلص معا دلوقتي مش هيستنى اليناير بس بشارط انه يلاقي بس هو اللي شغال الاهلي بالمناسبة حط خمس لاعبين قدام مارس الكولور المبارح قالوا له بص انت عندك خمس لاعبين ترجع من سوسرا خلص اجاستك وعندك خمس لاعبين منهم تلاتة محليين احمد امين اقفة مهاجم امبي وعبد الرحمن البنوبي لاعب زد ومهاجم اخر محلي برضو بس الاهلي تحفظ على اسم نغير ان في اتنين اجانب كمان مرشحين لتدعيم هجوم النادي الاهلي ولسه في مرحلة بحس السفيهات بتاعتهم وعرضهم على مارس الكولور انا هو وانت هو الاهلي لسه ما خلص صفاقاته في الصيف والايام بيننا الاهلي لسه ما خلص صفاقاته في الصيف وتصوري وتحليلي وتوقعي ان الاهلي عايز يشتغل بهدوء بس فقال لنا كلنا ايه جماعة بص وقال لكم ايه احبشان اجيب العيب تاني احنا في يناير عشان تسمونا بقى مركزين بقى واحنا هاديين كده ونعرف نشتري ونتفوت بالراحة تعملناش دوش عشان نقف نركز بس لو الاهلي خلص يومينه هتلاقيه اعلى ببساطة شديد طيب مسؤوله النادي الاهلي قرروا انهم يشكلوا ادارة لتنظيم مباراة العين الاماراتي في كأس انتر كونتينتل اللي مقرر لها يوم 29 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله على ستاد القاهرة الدولي الاهلي طلب الحصول على الساعة الجماهرية الكاملة في هذه المباراة الساعة الجماهرية الكاملة وانا اتصور انه الاستاذ هيتميلي عن اخره وفي نقطة حلوة دي برضو في ناس قال انا قول من مباراة العين العين فريق قوي جدا جدا بس ده الاهلي ولما الاهلي يبقى على استاذ القاهرة ومعه جمهوره مليم مدرجات قوة غاشمة قوة غاشمة مفيش يعني حتى لو في فرؤات فنية العين مثلا عنده محترفين جمدين جدا فالاهلي في استاذ القاهرة بجمهوره محدش يقدر عليه ده رأي نهاردة النادي الاهلي في كأس العالم للاندية المقامة فيها العاصمة الادارية الجديدة صعد لنصف النهاية للمرة ثالثة في تاريخه بعد ما تفوق بفارق بفارق الاهداف عن الزمالك والخليج السعودي ده رغم النهاردة خسر الاهلي بطبيعة الحال يعني خسارة منطقية أمام برشلونة الاسباني بنتيجة وحي وتلاتين تلاتة وعشرين الأله يلتقي مع مجد بورج الألماني في نصف النهاية يوم التلات بإذن الله وبرشلونة هيواجه فريق فيسبريم المجاريش كل تفيق للنادي الاهلي بإذن الله وارد لك طبعا لنادي الزمالك طيب نروح لنادي الزمالك بحسن مصدر في نادي الزمالك كشف عن وصول البطاقة الدولية لللاعب الغيني جيفيرسون كوستا تمهيدا للتعاقد معه خلال هذه المرحلة مدافع ومدافع جيد ومحمد داود مبالح زي مننا المحلل الرياضي كان حلل اللعب بشكل رائع جدا وجاب لقطات ليه لأول مرة اللعب خضع لكشفه طبي في أحدى المستشفيات بيئة القاهرة واللعب جاي يعني بحالة جيدة ووقع خلاص على عقود انتقاله ليه نادي الزمالك لمدة أربع سنوات طيب حلو تدعيم دفاعي تحت السن بلعب أفروكي حلو حلو جدا فكرة كويسة كمان من نادي الزمالك لقى في مغالاة في اللعبين المصريين فقال لك خلاص هروح أجيب واحد أفروكي تحت السن بسعر كويس جوزي جوميز الموديل الفني لنادي الزمالك غادر إلى بلاده البرتغال الحصول على أجازة أجازة وبعد كده هيرجع يخود مع الفريق بعد ستة أيام مران الفريق بشكل طبيعي استعدادا للسوبر المحلي عايز أقول حاجة على جوزي جوميز وأحكي لك الحكاية كلها من طاقة السنة معلق جوزي جوميز عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم يعني بعد ما الموسم يعني آخر الموسم اللي هيبدأ إن شاء الله والزمالك لم يفاتح جوزي جوميز حتى يزي اللحظة في تجديد التعاقد هل إدارة الزمالك عندها الرغبة إن جوزي جوميز يكمل معناه الزمالك نعم نعم دي زادت جدا بعد السوبر الأفريق وكي يتممكن تقل جدا لو خسر السوبر الأفريق فاهمني فهي زادت فالزمالك كان معجل لحد ما بعد السوبر الأفريق ونشوف جوزي جوميز خلال الفترة الماضية كان بيتلقى عروض عروض سعودية وعنده عرض في إيران عنده عروض عنده عروض ما بين رسمية وبين اتصالات جوزي جوميز مرتاح في الزمالك عنده بعض شوية حاجات كده بس هو مرتاح في الزمالك يحب إنه يكمل في نادي الزمالك جوزي جوميز قبل المباراة الأهلي كان زعلان من حاجة واحدة بس ودي عسماع لأول مرة جوزي جوميز كان زعلان إنه في ناس منتمية لنادي الزمالك كانت بتبقى موجودة في المران وكان بيتدايق من فكرة إنه كل حاجة بتحصل للمران بيعرفها الإعلام كان بيتدايق جد لدرجة إنه في آخر تدربتين لنادي الزمالك كان بيحاول يتوه اللي كانوا موجودين في المران يعني يابعهم شوية أفكار كده ما تبقىش واضحة للي قاعدين طيب هاي اللي قاعدين دول مثلا مش عايزين مصلحة الزمالك لو ما عايزين مصلحة الزمالك بس يبقى اللي هو هبعت الخبر لفلان هقول لفلان فيبقى حبيب فيبقى الدنيا لذيذة كده يعني دمكسة دي جدا إنه كل حاجة بتحصل في المران يتم تسريبها إلى الإعلام فدي نقطة بس كان مدايئة وما ظنش يدي نقطة تخليه يمشي مثلا أو يعني يطلب الرحيل يعني دي حكاية جوزي جوميز طيب نهارده روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب وقع على عقود العمل منتخب الشباب 2005 وقع النهارده ميكالي على عقود العمل بعد جلسة جمعيته بمجرس داي اتحاد الكرة تم الاتفاق خلالها على كل تفاصيل العمل خلال الفترة اللي جاية بقاء روجيرو ميكالي نجاح للتحاد الكرة برافو مدرب كويس جدا وإن شاء الله يطلع علينا جيل عظيم بإذن الله يعني مدرب جيد نهارده فيه الدول الإنجليزي الممتاز الجولة السادسة فريق أبسويتش تاون تعادل اتنين اتنين مع أستون فيلا ومانشستر ينايتد خسر قدام توتنهام تلاتة اتنين وبرونو فرناندز اضطرت في المباراة دي على فكرة بشكل مبكر توتنهام من بداية المباراة حتى قبل طرد برونو فرناندز كنت مفرج على المباراة كان دايس بنزين جدا توتنهام فاز تلاتة لشيء قدام يونيتد في الدول الأسباني سلتا فيجو تعادل جبان واحد واحد مع جيرونا بيلباو وأشبليا أيضا تعادلها واحد واحد ريال بيتيس فاز على إسبانيول واحد لشيء وأتليتكو مادريد نجح أنه يتعادل مع ريال مادريد واحد واحد كنت دخلتنا والمباراة واحد لشيء لريال مادريد في غياب كان المبابين المصاب على فكرة في الدول الإيطالي لاتسيو فاز تلاتة اتنين على تورينو وروما فاز اتنين واحد على بنزينة ونابلي فاز اتنين لشيء على مونزا في الدول الألماني خلشتاين خسر قدام انتراكت فرانكفورت أربعة اتنين ربعية سجل منها عمر مرموش هدفين وصنع الهدفين الآخرين وفيردا بريمن فاز أربعة تلاتة على هوفنهايم تحس في الدول الألمانية بيحبوا يسجلوا أهداف دايما الأهداف كتير في الدول الألماني الدول الفرنسي في الجولة السادسة ليو فاز على تولوز اتنين واحد ونانت بمشاركة أو يعني نانت فريق لعبنا المصري الكبير مستوى محمد تعادل إجابان اتنين اتنين مع سانت تيان وستاد ريميس تعادل مع انجيه تلاتة واحد ستراسبورج فاز واحد للشيء على مرسلية دي نتائج مباريات اليوم ولسه بكمالين مع حضراتكم حلقتنا بعد الفاصل هيشرفني وينوارني كابتننا الكبير كابتن محمود فتح الله نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق خليكم معا قصة جماعة هو كان لاعب جامد جدا شخصية محترمة جدا مدرب جامد جدا دايما بفرح وافتخر ومسوط جدا هو موجود معايا الكابتن الكبير كابتن محمود فتح الله نجمي نادي الزمالك ومنتخب مصر للأسبق كابتن محمود منوار الدنيا حبيبا كيمو كلام كبير واتمنى كن أستاهله انت الشخصية محترمة وإعلاني متقلق وبعدين انت كنت بفتكرة النهاردة انت وانت حتى كنت مدافع مدافع قوي جدا جدا بس مش مدافع مشاغب يعني اعمل مدافع قوي دوت كده تلاقي الشرس بيعامل مشاكل بيعامل عزمات انت كنت مدافع مقدة مقدة بهادي قوي محترم اه لو عارب تركيبة كانت غريبة جدا كل واحد بقاليه صفات في الملعب يمكن بتروح معرف بعد ما يخلص لكن كل واحد بقاليه حاجات مميزة يعني امتى مرة تنرفزت وتعصبت لقت طول الوقت بتعصب والله اه طبعا اه انا كنت في الملعب اوقات طبعا لها علاقة بالمكان اللي انت فيه والظروف اللي انت فيه اه بس لها انا كنت بتعصب جدا وبزعق وبعمل حاجات مش كويسة لزميلك انو انت تفوقهم اه طبعا لزميلي اه لتفوقهم كنت تغلص يعني اه لو فوق طبعا مبلوك الزمالك حبيبي الحمد لله ونبدأ بيها على طول زمالك اه قبل المباراة فنيا يعني كورة كان فيه بعض الناس مش متوقعين انو الزمالك ممكن يقدي بشكل كبير قدام النادي الاهلي ورغب من كده الزمالك مش اقول انه فاجئنا بس كان الزمالك يعني افضل من الاهلي كان مستوى افضل كمان من الاهلي في المباراة مش مجرد انه كسبه حالص ليه منه جدا بص انا الزمالك خد بطولات كتير ودي بقى امانة وبجد اقسم بالله دي اكتر بطولة انا فرحت لها يعني فرحة كبيرة جدا اكتر وانت بتلعب كمان ان اي وقت حتى لما مشيت اي بطولة خدت زمالك انا حاس ان البطولة دي فرحتها بالنسبالي كبيرة جدا ليه بقى لا للمعطيات والاسباب والظروف وكمل الكلام الكتير اللي قبل المطش وناس مش اسكية بيتكلموا على نادي بقومة زمالك بطريقة مش كويسة جلس كتير يعني مش ناس صفحات وناس ولعيبة و ناس كتير يعني خد بالك الكلام هقوله لو حصلت في المستقبل لان حد تتكلم على الاهل كده فهمت انا دايما بقول من الغباء انك تتكلم على أندية كبيرة بقومة زمالك والاهلي بقسمه مش كويس تتبقى شخص غبي ومش محترم لان الأندية دي كبيرة جدا جدا مهما كان قيمة الشخص اللي بتكلم ده هو جنبها مش موجود طبعا لأن النديين أكبر من أي لعب فقبل المطش والبعطيات مش عايز أقول تقليل عشان دي كلمة سأنا ما أقدر يعني أنا ما أقدرش أقولها حتى أن الناس كانت فاكرة للموضوع سهل يعني معهم دايما الناس اللي بتفهم كورة والناس اللي فهمة كورة على فاكرة مش كل واحد لعب كورة فاهم كورة عشان تبقى عشان تبقى بس سبيلها في الحاجات دي عظيم ومش كل واحد لعب كورة تقعد تكلم معا في كورة هجيلك في دي بعد شوية بس خلص مهمة أول أنت قلتها دي أنا في مهزلة أخي أنت وقدي مهمة جد طول الوقت طول الوقت مطشات القمة ملاهاش علاقة بأي حاجة قبل المطش ملاهاش علاقة فانت اه تكمل أنا شاي بوقت نظري خد براك أنا تكلمت قبل كده وكنت تضيف وكنت بحل المطش الزمالك يا جماعة هو إيه اللي حصل يخلي إن الثقة الكبيرة دي موجودة خد براك الزمالك لعب مطشين مطشين الأداء مش كويس بس إن دايما وإنت الفريق الكبير إنما بيلعب فرق وليلة ممكن يتجر لهم شوية صح فالزمالك وأنا قلت الكلام ده فنان ما كانتش آه فاز في المطشين بس الفنان ما كانتش حسن حاجة بس ده مطشين ملاهاش علاقة بالمطش الأهلي خالص صح صح السوشال ميديا بوزونا إحنا نفسنا يعني هنا في ناس مزيفين ناس دايما بتبحث عن الترندات ونرضي الجمهور بشكل معين ونظهر كتير في الأعلام والناس تجيبنا وإحنا الإعلام بيتجرر الموضوع دي بجد بجد مش كل لا لا بعض 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 الإعلام وبعض الناس وبعض الناس آه فإحنا لو أفضلنا ماشيين في السكة دي إحنا كمان سنة هنبقى في حتة صعبة جدا جدا ف للأسف للأسف إحنا مش في أحسن حالتنا في كل حاجة كوسط كوسط ف قبل المطش زي ما قلتلك الناس كانت بتكلم على اسم كبير زي الزمانك وده الناس الأهلوية المحتربين ما بيرضوش بالكلام ده أصلا شا ولو العكس حصل الزمانكوية المحتربين مش هيرضوا بالكلام ده برضو أقول لك حاجة غريبة قوي ده أنا شفت بعض البجات فيه يعني بعض الناس أنا بشوف البجات دي فيه بعض الناس أنا عايف لهمهم متعصبين جدا للأهل وفيه بجات متعصبين للزمالك أنا شفت ناس بقى من المتعصبين جدا للأهل داخلين يقولوا يا جماعة الكلام ده غلط وفكرة التسليم ان احنا هنكسب الزمالك ده كلام مش مزبوط والزمالك فريق كبير يعني حتى المتعصب لفرقته ده حقيقة بس انا خبارك بوك كلام خبارك كريم انا عندي ما عنديش مشكلة ان يبقى كلمك فيه ثقة وفرقتك واصل في فرقتك جبا وعندك ثقة في فرقتك انها تكسب اي ماكسب ما عنديش مشكلة او انك تتكلم كرة افنين تتجاوز وتستهين وتقول الفاظ على نادي كبير دي يعني اي حد اي شخص اي شخص اي شخص اه فذا غابقوا وتجاوزوا مش مقابول يعني فيا جماعة ما تخلوش السوشيال ميديا تسوقوا احنا ماشيين وراها واحنا مغمضين احنا انت عايب دايما سبحان الله بنستنى سواء كألميين او كمشجعين سيقين مسلا من النجم الكبير ده يبقى كل كلمة منه محسوبة لا بس انا عزاولك حاجة برضو تفضل ونصيحة ديكو يا كألميين تفضل النجم الكبير بتتقال على اي حد رأتي اه وبسهولة احنا بقنا بنجدي القاب كده بسهولة خد بالك النجم الكبير ما يغلطش طب الاول بس عشان او ما يغلطش ايه غلطات صغيرة حلو عشان النصيحة تكمل انت ايه تعريفك للنجم الكبير لا النجم الكبير عشان النجم الكبير ده اللي لقى رصيد كبير في الكورة يعني لا مع حسن مش كل واحد دي رصيد في الكورة اسميه نجم كبير بصراحة اه نوجد نظرين او اسمع له لان فيه نجوم لازم يقفلو بقوهم لازم ما يتكلمش عشان يحافظ على اسمه وتاريخه اللي هو عمله اه بس انت سميتهم نجوم برضو ماشي حتى لو نجوم اه بس الفترة بس بعد كده اللي بطلع منك ايه اه يعني انت تقصد انا فاهم تقصد ايه انت ممكن تبقى نجم كبير في ارض ملعب رجلك بس صح كده بس لما تجي تتكلم ما عندكش مهارة الكلام دي مش مش بتاعتك بتتكلمش اه فهنا هنا في الحد واتبضل نجم كبير اه الصورة اللي عندي ليك انت نجم كبير فاهم بس ما تضيعش بقى اللي انت عملت انت عملت رسيد في حياتك اه انا على الفكرة بتكلم بصفة عمال اي حد اي حد اه لو انت عملت رسيد في حياتك حافظ عليه مع كل موقف هتنقصه ورسيد ده هيخلص هيبازيك زي اي حد خلاص انس انك نجم كبير خلاص ومبقيت شنجم كبير لا خلاص خلاص ومبقيت شنجم كبير عايز اروح بقى فنيا ليه زمالك تفوق على النادي الالف المباردي في الشوطين على مدار المباراة لو تتفق ان زمالك تفوق لا جبا جبا بس انا وجد نظري ان فنيا لو كلمنا فنيا مش هنتكلم كتير لسبب انا حاس ان المطش ده خلصان قبل المطش يعني انا حاسس ان المطش ده الاحداث اللي قبل المطش دي فرصة ذهبية للزمالك ان هو يمسك فيها ويحمس لعبته خلص بقى لك لو الحاجات دي ما حصلتش كابتن فرق او المدير الفني او المسؤولين عن النادي هياخدوا مجهود ان هم يحمسوك بس ما بتصدق ان حاجات دي زي دي تحصل فبتلاقي المدخل بتاعك ان انت تحفز اللعيبة وتحمسهم تدخل الحاجات اللي هيخسر المباراة دي اه بالضبط وكلام اللي هو اش لازم اده انك بتمسك فيها وتدخل من خلالها للعيبة فانت بتقولي انه من قبل المباراة الاهلي دخل خسران وزمالك دخل كذبان مش خسران ازاي الاهلي هو المطش كان فيه يعني الاهلي ندي كبير جدا طبعا متمرس في النهائيات جدا وانك تلعب الاهلي في النهائي اعرف ان ده مطش قوي جدا جدا لكن الاهلي بتقوله المطش سيء انا يعني شفت المطش كويس انا ما شفتش لايب واحد في الاهلي كويس خالص الاهلي حتى كان مجموعة مش كويسين خالص ما بعملوش اي حاجة في الملعب في المقابل لقيت فرقة بتقاتل ما كناش شريسين ع الجون وكسبنا قابل درات جزاء بس فرقة ربنا كرمها عشان هي خدت بالاسباب كانت مركزة مسافرة بدري الناس من اول دقيقة تبص عليهم لا الناس مركزين جدا في المطش طول المطش من اول دقيقة الاخر دقيقة هم افضل تغييرات الناس دا الناس مركزة مدير فاني واقف على الخط مركز جدا فهي كده في الاخر انت تاخد بالاسباب فربنا لازم يكرمك جوزي جوميز رأيك في ايه حلو اللي بتسعمل لا انا جاي في وقته هو وقت فيه بطولة فلازم اقول كل مدرب لا 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 خالص على فكرة الراجل ده انا اعدت معا مرة بالصدفة يعني مرة الوحيدة اللي قابلته بالصدفة ده بحقيقة مش عارف قيم التجربة بتاعته اه لحلو عدي لأ يعني فترة من الفترات مش عارف هقيم التجربة بتاعته يعني مش عارف هو عنده سلبيات وعنده ايجابيات بس الظروف والخط اللي هو ماشي فيه انا مش عارف هقيم يعني مش عارف اقول البجامد لا ده مدرب كبير ولازم يقعد معنا سانتينتر حتى ما عكون فيدرالية والسوبر انت وطري السوبر اللي ممكن عشان مباراوها ده وظروفها وهو اضاره بشكل كويس جدا لكن الزمالك السنة اللي فاتت عشان ما كنتش باقول كلام ولما اخدوا السوبر اقول كلام تاني ايوه احنا يعني الزمالك طموحنا وامكانيات النادي واللعيبة الموجودة بفروض نبقى اشرس من كده كبطولات الزمالك السنة اللي فاتت كان لازم نطلع ببطولات اكتر من كده لكن في الظروف اقف قيد والسكوات بتاعك مش احسن حاجة طب وليه الزمالك ياخد بطولات اكتر من كده وهو عنده المشاكل دي يعني هو عنده نواقص في القوام بتاع الفريق او في عمك التشكيل يعني في بطولات هكيمه زي السوبر مثلا لو كلمت عنها هو اللي انا مثلا كنت منطمن انا قبل المطش منطمن وحاسن ان زمالك لا المطش 50-50 ليه معاني زمالك نفس السكوات مثلا او مزالاتش كتير مطشات السوبر اللي هي 90 دي او البطولات اللي هي بتبقى مثلا مطشين تلاتة دي سهل تاخدها بسكوات حتى لو 16 لعيب لو عنده 15 لعيب جاهزين ممكن تاخد بطولة اللي هي بتاعتها 90 دي او تاخد مثلا بطولة اللي هي 4 مطشات زي الكاس مثلا صحية بس البطولة اللي هي 30 مطش او اكتر اللي عايزة سكوات كبير عايزة سكوات كامل فالسكوات ده السنة اللي فاتت ما كانتش بتوفر في الزمانك صحيح شون كده احنا بعيدنا عمي باوري اه يعني اصد انت قلتها قللي ان المشكلة ما كانتش في جوزيجو ميز نفسه انه ما كانتش فيه عمكة في التشكيلة هو ما عندهش قايمة مكتملة انت مثلا مدير فن النادي الزمالك عندك نوار ممكن ما لوموش على الدور بس يعني بلومه مثلا ممكن لومه لو موضوع الكاس مثلا كان لازم نكمل فيه وياخد الكاس اه انه الموسم كون في ضربية وكاس كان يبقى حلو كده اه طبعا اه طبعا كون في ضربية وكاس اه طبعا انت قد تفرج عليك يا مدرب ايه هو اللي انت شايف عم بحاجات كويسة اه مدرب هادي اه مدرب اه عارف ان اسلاحه اللعيبة فوقف جنب اللعيبة ممتاز وده النقطة اللي انا اتكلمت معا فيها لان فيه مدربين كتير اه كيموا هنا في مدربين كتير انت عارف انا في المطبخ قوي طبعا ففاهمت داني مم مدربين كتير اه لما كلمته اتكلم عن اللعيبة كويس جدا ووقف في ظهرهم وعايزهم ياخدوا مستحقاتهم يعني هو اللعيب سلاحك صح لو انت مش واقف جنبه وفي ظهره بس بس اللعيب ان انا فيه مدرب في ظهري هتخسر قط اللبس اه وده مشكلة صح بس هو راجل هادي راجل اعتقد اعتقد كذبان اللعيبة بشكل محترم جدا بسكوات مش مش الافضل وقدر يطلع من الموسم لو حسبنا البطولة دي من الموسم خد بطولتين مهمين جدا والدليل فقالي شطارة اه والعدل اللي عاملوا كمان مع الناصر منسي عدل يعني اللي هو الراجل اه ناصر ما ادلوش كتير في اوقات كتيرة جباهيل كمان اصلا مش عايز ناصر منسي انا كنت مفراجة على بعض اه مفراجة على بعض زب الكوية وفي ناس صحبنا عادين او ما شافوا الناصر منسي على الخط قالك بس خلصت الحكاية خلصت راجل فعل انه يبقى مقتنع ويدي الحماس للعب بتاعه حتى لو الناس كلها مش مقتنع بيه ينزل يسجل ويكسبه مفراجة انت يعني اللعيب ودير سرب تبقى من المدرب للعبة دايما انت لو اللعيب انا مش وصل فيه مش هنزلك اخر 10 دقيق اخر 10 دقيق دول بنزل اللعيب عشان يعمل لي حاجة انا مغلوب واحد اه مش شايفك فان انا انزلك في اخر ربع ساعة وانا محتاج انه نكسب وارجع في النتيجة دي رسالة مهمة ان انا محتاجكو انا وصل في الناس دي فهو ربنا اكرمه عشان اعتقد ان هو في ظهر اللعيب بشكل كويس عزيز عليك على حاجة انت قلتها في الاول خلص وتريك هنأجلها شوية بس مش هسيبك اللي موصل عليك عشاني فرصة هداردش فيها معاك يعني يعني ايه في لعيب كرة لعب كرة وبيبقاش فاهم كرة بشكل كويس انا انا عارف توصد بها ايه لا مش هصد شخص اه انا عارف مش شخص انا عارف مش هشخص انا يعني انا رعبت مع يعني كتير طبعا واشتغلت كتير مش كل اللعيبة فيه لعيبة كتوغدك كرة مهنة يعني انا موهوب في الكرة وموهوبين وهيمشوا وهايقضوا مشوار كبير جدا هيل اه بس في بعض الكرة لازم يتحطوا في التراك الصح في الحتة اللي هم هيعرفوها مثلا ما ينفعش مثلا لعيب ما كانتش يعرف اي حاجة في اي حاجة وما كانتش يعرف غير ان هو المدرب بيحطوا وبيجيد بيبقى كويس بعد كده تخليه مثلا تكلم في تحليل مثلا او يقام درب شاطر هو مش هايفها من كلام مش هايفها من كلام بس ممكن تستغله في حاجة تانية تناسبه تفاهمني ولا مش واصل تناسبه لا يعني مش كل اللعيب يا كريم اللعيب كرة ووصل الحاجات كويسة هو في كرة هيتقلق في اي حاجة بعد كرة طيب في جملة شهيرة بقى وانت ده المدرب يعني يقولك اللعيب اللعيبة في مصر ما بحيبش اسم ما بحيبش انا لعيبة جلبة اللعيبة اللي في مصر دي بس يقولك اللعيبة اللي مندربها في الدور المصري يعني اللعيبة اللي في مصر دي مختلفة عن كل اللعيبة اللي في العالم يقولك ما تدلوش حاجتين في الملعب ما تدلوش أدوار مركبة في الملعب يدلو دور واضح بس هو ده الدور البيع فيعملو باقي الحاجات مش هارفة فيعملها بشكل كويس هل انت كمدرب شفت ده في لعيبة سواء كنت بتلعب معاهم أو حتى بتدربهم آه بحقيقة بس هولا حاجات آه آه الحاجات ده بسمعها الحاجات دي ممكن فيها جزء كبير صح بس أوقات أساسا عشان ما نظلمش للعيب ممكن يكون المدرب أسنا ما عندوش أحد كتير برضو يدهيلو آه فهمتك مش هرحش كويس آه مفيش خط بالك المدرب الشاتر لو أنا عندي حاجة واحدة بس هعرف هوصلها لك كويس ممكن عندي مثلا أربع حاجات مش عارف هوصل لك أي حاجة بس عندي حاجة عندي أفكار كتير بس متلقبتها في المال مش عارف هوصل لها لك صح فتويتك طويتك واشستفيد حاجة بس لو أنا عندي حاجة واحدة بس وصلتها لك كويس وانت استفدت منها وعرفتها ده الأفضل المدربين في مصر انا عارف ان انت راجل مهزب جدا ما تروحش للجزئية دي بالطريقة الواضحة بس انا عايز اقولها بصيغة هاي مدربين في مصر مؤهلين بشكل كبير انه يشتغلوا في الدولة المصر ويشتغلوا في دوليات عربية ولا احنا محتاجين شغل كتير كلنا يعني اي مدرب سؤال محرج جدا طيب نسأله بصيغة 3 لا عادي عادي هرض عليهم مش كل حاجة محرجة مش هرض عليهم في ناس بتجتهد وفي ناس شطار بس مش كتير يعني شطار مدربين الموهوبين الموهوبين لان احنا مع الوقت وزحمة الدنيا وسرعة الحياة نسينا ان المدرب ده لازم يكون موهوب زي وزي المطرب زي الاعلامي تبقى شطر جدا وموهوب فرق بين الاعلامه اعلامي فرق بين المدرب والمدرب مدرب ده لازم موهوب اساسا بيعرف يدير المجموعة كلها مش الجهاز بتاعه بس تتعرف تدير جهازك باللعيبة بالنادي كله تبقى مدير اسمك مدير اسمك مدير فني فانت عندك ناس كويسة بس انا هكون بجامل وبقول ايه كلامنا قلت كتير مش كتير وليلين اه مش كتير مش كتير لان الناس انا اسف لا لا فضل لان في بعض المدربين اه وللاسف دي الاغلبية بقت بتروح لحاجة تانية وتسيب شغلها الاساسي ان انا اطور لعيب اعمل نتائج خدت مجموعة اكسر الدنيا معاهم وطلع منهم احسن شغل شغل اللي بس ده اللي هيقعدني في النادي يعني ايه بتروح لحاجة تانية لا ما انهولك دلوقتي بس انا قصدي ده الاساس اه لا استيقل انك تشتغل مع الفرق اشتغل اخدت مجموعة كريم اي نادي معين اخدت مجموعة اطورهم شغل اللي يبان عليهم اعمل معهم نتائج انجح فبالتالي هيبقى اسمها هيكبر صحية هستمر في النادي صحية لا فيهم اللي ربين بتروح لحاجة تانية علاقتي بوكيل معين علاقتي برئيس نادي معين حاجات ما لاش علاقة بانك انت انجح في شغلك انك تطور لعيبة انت مثلا سنين اللي فاتت فيها عندها كتير لو شفت اول ماتش في الدوري اللعيبة بتاعت اول ماتش في الدوري زي اخر ماتش في الدوري ولا حد تطور اي حاجة معماتش اي حاجة ما فيش اي اضافات حصلت مع اللعيب طب المدرب شغل طول الشهر ولا طول الاسبوع ولا ايه بيعمل ايه خد اللعيب زي ما خده زي ما سابه ايه الاضافة اللي انت ضفتها له صحيح قصرت عارف ايه فيش حاجة ما حصلت وكل بيشتغل ان هو فيه اندية كتير كده كده هتقعد في الدوري خد بارك انت الدوري بتاعك فجأة بتلاقي عشر فرق بينفسها الهبوط ايه الدور ده صحيح دوري فرق اولا اتنين بلعبوا الباقي كله اكتر من نص جدور بينفسها الهبوط وفيه حاجة كده مفهود العكس لا يعني دمور صعبة واحنا دوري مش قوي وان هو يفرز لعبة كتير ده صعب ان هو يفرز لعبة كتير كويسة ده صعب صعب اه انا ليه تعلتك السؤال ده انه كتير ايه بحس بغيرة مكتبش عليك يعني انه فيه ايه مدربين من تونس ومن المغرب تحديها منطقة شمال افريقيا دي انهم منتشرين في الدوريات العربية فيه منهم كالله تبقى في دوريات افريقية فيه منهم في دوريات اوروبية زي المغربة في فرنسا واقول فينه مدرب المصري بقى من المنطقة يعني احنا سعب بنقولك اسماء كبيرة هنا في مصر المدرب الكبير المدرب العظيم بس هو حدوده هنا ما بيطلعش اكتر من كده ليه زي ما قلتلك فيه مدربين كويسين طبعا طبعا وفيه اسد زالينة ومدربين مجتهدين جدا وشطر جدا جدا ايه ايه اللي ناقصهم بقى دول ان هم بيخرجوا بقى ناقصنا حاجات كتير ناقصنا نحن يعني حاجات تفاصيل كتير لكن انك تشتغل برة وتعمل بصمة وكلام ده اه خد بارك كم انت لو ركزت في انت مثلا كل سنة اه لما بتيجي تقول مدرب المنتخب عايزين مدرب وطني ايوه كم واحد بترشح او كم واحد اسمه بتداول يعني ماكسوه اتنين تلاتة اخرنا بالزبط كده تقرر ان احنا بلد مئة وعشر مليون اه تقرر ان احنا عندنا مثلا حوالي مئتين مدرب اه فالطبيعي الطبيعي لو انت عندك وفرة من المدربين الكويسين في عشرة على القل عشرة على القل تمانية على القل عشرة يا سيدي تقرن بينهم وتشوف اه مفيش حد مفيش حد ده انت هو حرفان حتى لو تفتكر اه المنتخب مصر احنا بقى انا حبة كده دايليم في تلاتة كابت حسام البدري رحمة الله عليك كابت نقاب جلال كابت حسام حسن فالتلاتة كلهم تولوا بالزبط فانت خلاص يعني فانت هتعاني كلهم اخدوش الفرصة كبان اه بالزبط فانت هتعاني لا هشق طبعا ان انت لازم تقف جنب المدرب طبعا وتفضل وقف في ظهر وقف التجربة ما تكمل اه مش مدرب يمسك منتخب بعد شهرنا ماشيه اه هو انت لو في واحد اجنبي يجيه بعد شهرنا هتماشيه لا مستحيل فانت عشان المصر منتخب عملت تحارب في المصر وانت مش واخد بالك اه تحارب فيه فهي نقط كتير بتتجمع تخليك المدربين شتربش كتير لان احنا لو لو الادارات بتقف جنب لعيبة وبتعمل قضي المدربين بتقف جنب المدربين وبتعمل المدربين كان زمان دلوقتي عندنانا مسلا خمسشار مدرب على الاقل يصلحوا يمشوكم منتخب مصر او مكسرين الدنيا مسلا هاي هلسا مكبليين مع النجم الكبير كابتن محمود فاتحالة بعد الفاصل نواصل خليكم معنا لسه منورني الكابتن الكبير كابتن محمود فاتحالة بمناسبة ايما اننا بنتكلم عن المدربين مين اكتر مدرب كل ما تفتكوا بتقول هو ده انا استفدت منه هو ده انا خدت منه حاجة كتير اوي تتحرجني جدا بص عكيد كلهم خدت منهم كل واحد حاجة بس في واحد مؤثر جدا لا بص هقول لك حاجة عشان تبقى لو انت بتفكر تبقى مدرب وعايز تبقى مدرب توصل في حتى معنا وتبقى شاطر اي مدرب هتشتغل معايا وانت لعيب واي مدرب بعد كده بعد كده تشتغل معايا وانت تاني مثلا زي دلوقتي اصلا بقى لخمس سنين في برامد اشتغلت مع مدرب فنين كتير لازم تستفيد من كل حاجة كل دقيقة وكل موقف للمدرب عيوبه حتى لو مدرب كل عيوب كل شغل عيوب او حيات كلها عيوب حلو هتستفيد من عيوبه اكتر من ميزاته انك تتعلم منها طبعا طبعا شوف العيوب ايه والحاجات اللي بعملها ايه في مواقف معينة في المكسب وفي الخسارة في تعمل مع العيب معين طب هنا عمليه غلط هنا مش عارف ايه فلازم تستفيد من كل تفصيلة حلو فانا انا محظوظ جدا انت عملت مع مدارس مختلفة كلها مختلفة مفيش اتنين زي بعض بما فيهم المرحوم كابتن هاب جلال شخصية عظيمة واتشرفت انت عملت معي ربنا يرحم ربنا يرحم ان شاء الله فكلهم مدارس مختلفة كلهم يعني مفيش حد شبه حد فاستفدت من الجميع بس هو اكيد استفدت من الجميع دي مفهومة طبعا بس حتى في شغلنا في حياتنا في كل حاجة في واحد هو الريفرنس بتاع هو ده اللي بتقول ايه انا حتى قريب منه او انا اللي خدت منه اكتر صفات وخدت صفات اخرى من ناس تانية كتير بس في واحد انت قريب او انت خدت منه كتير اقوش يعني اهاب جلال اهاب جلال كشخصية اه والشغل اللي انا بقتنع بيه والافكار اللي في دماغي لازم اعملها اهاب جلال اه خدت جزء كبير من حاجات دي وكنت حاس ان انا فيها الحاجات دي اه واتبسطت ان انا لقيتها في كتنهاب جلال اللي هو لما تكر في حاجة هنفزها لا في دماغه افكار ولما الفكرة هتجيلي هنفزها لان المدرب كده ايوه خد بالك انت مش مكنة ده مدرب عبارة ان افكار فيه مدرب بيخاف ينفز افكار مشتقل دايه عشان لو حصل حاجة هيقوله ده مش عارف ايه وهتحاسب ازاي وفيه مدرب الفكرة اللي هتجيلي وانا مقتنع بيها واعرف هوصلها للعيبة لازم انفزها اه وده الفرق بينه وبين اي حد صحيح انا مدرب واحد بس انا مش فيه ميت واحد مسكين للفريق انا بس الفكرة اللي هتجيلي انا هعملها ام مش اي حاجة هتوقفني فيه تكهيس طبعا مدرب عنده تفاصيل مهمة جدا جدا بالنسبة للعيبة وانه يتور لعيبة ولا مدرب شاطر مدرب ده انا كنت احبه جدا ومازلت احبه جدا تجس مدرب قويس بس بحس انه من عنده نواقص مش عارف هي هي مفيش مدرب خد بالك اه مفيش مدرب مع نواقص عشان بس ايه مرتاح نفسيا اه مفيش مدرب هيشتغل في الدور المصري وهيطلع في الاخر جوارديولة اه كل الناس عنده نواقص بس نواقص دي هتأثر عليك وفي مشوارك مع الفريق اللي انت ماسكه ولا لا مؤسرة ولا لا في نواقص تأذيك انت كمدرب تاخد من رصيدك هو عنده حاجات طبعا انا حشف ان هو كويس جدا وعنده افكار زي ما انت خدت تتكلم بس نواقصه مؤسرة بس يكفي يكفي ان هو عنده حاجة كويسة عنده حاجة لان في ناس كتير ما عندهاش حاجة خد بالك في ناس كتير ما عندهاش عندهاش اي حاجة وتشتغل وعادي وده ارزاق والناس كلها بتشتغل لكن تاكس عنده حاجة عنده طبعا بعض العيوب باللون في المية طب مين المدرب اللي انت سواء اجنبي خلينا في الاجنبي مين المدرب اللي انت كنت حاسس انه لا انت نواقصك كتير اي اوش نواقصك وانت بتلاعمل لا عمري ما عمري ماقوله على حد كده يعني مش هقوله على حد بعمل نواقص ممكن بقى مدرب اجنبي وما كان ميتش حتى لا مش عايزة قايم حد لان اي حد اشتغلت معايا او دربني بعتزي بي جدا فعمر بقول عيوبه يعني لو عنده بزاة هاولها بس لو عنده عيوب عمر بقوله مش هي طول عيوب ان هو دة اللي ما حسيتش معايا ان انا عارف اشتغل يعني انت كلاعب يعني في كلاعب كلاعب او مدرب ما حسيتش انك عارف اشتغل معاه اعلى في كلاعب كلا ممكن يكون هو كويس جدا بس ما كانش في كامستر بنكو يعني معادي لا انا فقط طالما يعني غضبان على مدرب او مش كويس اصلا لا كنا المدربين والله كويسين وأنا في آخر خمس سنين في اللعب كنت بحاول أركز في القصة عشان كنت أعرفها بقى إيه كنت بحاول أركز في التفاصيل اللي بيعملوها في التعاملات في اللعب في الشغل طب بيحاولوا يستغلوا مثلاً يعني بيعملوا إيه عشان نكسب حاولها لك بتاعتي مين بقى المدرب اللي أنت كان نفسك تلعب معاه أو تشتغل معاه في الجهاز الفني بتاعه ما حصدش يعني ما جاتش الفرصة فريرة في الزمانك آه ده كان نفسك تشتغل معه في الزمانك طبعاً طبعاً من اللي سمعته عنه واللي كنت بشوفه حتى وأنا متفرج عادي بشوفه لا كان نفسي ألعب معاه أو أشتغل معاه كان مدرب عظيم جداً جداً من أحسن مدربين دخلوا مصر من أحسن مدربين دخلوا مصر يعني من أكتر مصر عندها مميزات كتير موسوعة تستفيد منه في حاجات كتير جداً جداً في الكرة والفنيات وحتى في شخصيته كويس جداً آه باتشيكو مثلاً شخصية هايلة آه أحب وأعتز بالفترة اللي قعد اشتغلت معاه فيها آه في مدربين كتير مش كتير بس يعني في مدربين آه أنا محظوظة إن أنا اشتغلت معاهم وأنا رعيب وأنا مدرب فرصة بما إننا جبنا سيد باتشيكو أسألك على بيراميدز شوية آه بيراميدز آه كان ماشي بقاله فترة طويلة بيعمل فرقة محترمة عنده بدل اللاعب ثلاثة في كل مركز تقريباً في معظم المراكز حتى النواقص بتبقى دايماً قليلة ودايماً كنا بنقول إن قايمة بيراميدز قايمة 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 مقدوش نواقص خالص مفيش نواقص خالص طول عمر ما عندهوش نواقص آه يعني كان في فترة ما كانش عاملكم هاجب برما زيب سبقى بقى ما أنا لأ هم شطار لا زي هو عنده دايماً لعبة كويسة آه هم شطار إنهم بعرفوا يجيبوا لعبة محترفة صح بيجيبوا لعبة جانب عظيمة خصوصاً بالزبط خصوصاً آخر سنتين صح اللعبة دايماً بتبقى هي أحسن لعبة في مصر اللعبة مهمة جداً ووسرة جداً في مشوار الفريق هم شطار في دي جداً جداً زياد إنهم عندهم سكواد مصري اللعبة المصريين اللي موجودين هم محظوظين جداً فيهم ولعبة مهمة المصريين كمان يعني مهمين جداً وبيحافظوا عليهم بشكل كبير فدي حاجة مهمة فدي حاجة أنت ضامن إن برما زي كل سنة هيبقى عندهم مسكواد قوي دي حاجة دمغة عندهم مسكواد قوي عندهم مجموعة من لعبة كبيرة جداً هقول لك شوية جمل كان بتتردد طويل وقت كل سنة إنت بره برامدز تقدر تحكي لنا بيرامدز مفيش اندباط جوه الفرقة بيرامدز اللعبة اللي جوه بتاخد فلوس أكتر من أي لعب في مصر بيرامدز مفيش حد بيحكمهم إدارياً فكل لعب ممكن يجي التميين أو ما يجيش أو ما يعترش أو يمشي وكلام ده كله دايما بنسمع الكلام دوت كسبب من أسباب أن بيرامدز مبيخدش بطولة قبل البطولة الأخيرة اللي خدها يعني هل كانت بيرامدز على طويل؟ أقول لك حاجة تفضل عشان ما أقعش منك في حتة أردول أخلي حاجة حاجة يلا موضوع أن في تسيب وكلام ده مش موجود مفيش حاجة معا كده وأن العيب مش عارف إيه مفيش الكلام ده لأن اللي بيحكم الكلام ده المدير الفني لأن في حتة كبيرة جدا في مساحة مدير الفني في علاقة الدنيا كانت مزبوطة جدا وكان الالتزام أي نادي في مصر أي نادي في مصر هيبقى فيه لعبة ملتزمة ده طبيعي مفيش لعبة ملتزمة في حاجات بتطبق عليها فده موجود من أكبر أندية لأصغر أندية هايل فأنا ما شفتش حاجة بتحصل في بيرامدز ما بتحصلش في الأندية التانية ما شفتش ما شفتش لاب العكس كان فيه الالتزام وانضباط والدنيا كانت ماشية بمعظم الوقت بشكل فيه طبعا أواد ببقى فيه مشاكل يعني مفيش نادي خالي من المشاكل لو رترك كده يبقى أنا بقوله أي كلام مفيش نادي في مصر خالي من المشاكل هذا بيحصل بس المهم ان انت بتتناولها ازاي وانت رد فعلك عليها ايه كمسؤول المسؤول ده مدير فني او مدر يوادي او حد في الإدورة مثلا تتناولها ازاي تتعامل معها ازاي هي ده القصة ما انت مكون يحصل عندك تسايب وانت ما تعملش حاجة الدنيا بوزت صح بس لو حصل حاجة انت بتتعامل معها ازاي فانا شايف ان الدنيا ما كدش فيها حاجة بتحصل عندنا ما تحصلش في حد فيها لعيب الفيرامينز بياخده مقابل اكتر من ايه؟ موضوع المقابل يعني انا لو لعيبة بتاخد مقابل اعلى من اندية عايز اقولك انه ده طبيعي انه ده طبيعي يعني مش حاجة حد يتفاجئ منها لو بياخده مقابل كبير اين مشكلة؟ مهم رحين برامينز اساسا عشان يتعرض عليهم مقابل دول العيبة كانت بتلعب في الزمالك وفي الاهلي وجايين محترفين فلازم ياخده مقابل كبير دي نقطة نقطة تانية هي قصة مش مظبوطة اصلا لان فيه العيبة في الزمالك وفي الاهلي كانوا بياخده مقابل زي العيبة اللي بتقعد في برامينز بالزبط اه يعني لو فيه مثلا العيبة في برامينز اعلى حد مثلا باخد اربع قروش كان فيه لعبة في الزمالك وفي الاهلي بتاخد اربع قروش طيب ممكن اسألك سؤال بالمنطق انا لعب بس انا قلتلك لو خدوا فلوس كتير منطقي طيب انا لعب ايه اللي هيخانيني اختار برامينز لو ااخد نفس المقابل اللي ااخده في الاهلي والزمالك يعني ايه اللي خانيني اروح برامينز لو ااخد نفس المقابل اللي ااخده في الاهلي والزمالك انا مثلا بلعب في سموح وتعرض عليها بيراميز والاهلي والزمالك. واخد في التلاتة نفس الرقم. اللي خلينا سيب الجماهرية والشعبية الكبيرة في الاهلي والزمالك. انت مش عايز ضغوط. اه. دي نقطة مهمة. طبعا. دي ممكن نقطة تانية. يعني فيه لعبة ما تقدرش تلعب تحت ضغوط جماهرية. طبعا. ايه اللي خلينا اتحط في ضغوط وبتاقيها. طبعا ما اغد هنا فلوسي وما فيش ضغوط جماهرية ومش حد مركز معها. عايز العب من غير ضغوط. فيه لعب تانية. بس اللعب ده يطمنك انت كمدرب. يعني اللعب اللي يجي لك مسلاها لا تحملوا الضغوط فيرفض الاهلي والزمالك فيه. لا هادي مش بس كده. ما معرفش ما ممكن مسلا. اه. اللان دي كبيرة ما عرضتش عليه الفلوس دي. وهو بيسوق نفسه. يمكن عرضت عليه. بس هو شاف ان احنا مهتمين اكتر. انا معرفش السبب اللي هو جال ايه. ممكن يكون جال عشان فلوس على فكرة. ممكن جال عشان انا صحاب اقنعوه تعالى بره من زي مسلا. مارش دعوها. كل ده مارش علاقة بيه. المم اللعب ده جاي لي. لو هو جاي لعشان هدف معين. انا لو انا شاطر. مدرب شاطر او مسؤول شاطر. هحول الاهداف دي. هزبطوا علي انا. هقول له اهدافي ايه? وهبرمجوا علي انا. هيل. بس لو جاي لعشان فلوس مسلا ايه المشكلة. ما ايه حد بيلي عشان فلوس. حلوة دي. عشان اساعد الناس تجملها تقولك لا انا مش فريق معي الفلوس انا ما مش حد جدا. ما مش حد جدا. انجل ده مش حد جدا. اه. فيش كلام ده. لا لا لا. كل ده كذب. اه كذب. اه طبعا. بيع يعني. طيب. اه نهاردة كان في لقاء جمعني بالكابتن حسين لبيه وسألته على رمضان صبحي. قلت له رمضان صبحي ممكن الزمالك ياخدوه. بصراح الراجل رد رد دي منه مايس الزكي رئيس نادي يعني. فهلي القرار في يد جوزيجوم هزي المدير الفني. هل انت من قريتك كده تواقع انه رمضان ممكن يلعب في الزمالك و انت كنت قريب من رمضان صبحي. في المستقبل. اه ممكن. 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 سواء قريب او بعيد. مستقبل قريب او بعيد. بس يعني مش قريب يعني. اه. يعني الله في الليماني مش المسم ده. مش يلعب المسم ده. لا اعتقد. لا المسم ده لا صعب. اه. صعب دلوقتي. صعب دلوقتي. ليه صعب? مش صعب يشتريه صعب الموضوع يحصل اصلا. دلوقتي. اه. المسم بدأ. كل نادي عمل حسابه خلاص على الناس اللي عنده. اه. الزمالك عنده لعيب وجاب لعيب محترف. عنده مصطفى ماشي كويس في المكان ده. و عنده جاب لعيب. مش لاك. مش لاك. اللي هو مش مختلف يجوزي جوميز بالمناسبة. اه كان يعني ما عاربش يعني. اه. انا عارف. انا قول بعروف في النص. لا انا معاربش. اه. مختلف ولا فسوق تمام. بس الناس دي عنده ناس زاعد ان اللعبة الكبيرة دي. اه موضوع انتقالها بيحصلش في لحظة. اه. انه بياخد وقت. اه. ان انت مسلا تكون معا محتاجه. اه. ان انت تتكلم النادي تاني وتقنع العيب وتقنع النادي وقصة كده. اه. مش اه. يعني واحد زي رمضان مش صفقة اليوم بليلة. لا. يعني موضوع ببقى كبير شوية. اه. يعني اعتقد ان صعب السنة دي. اه. ممكن رمضان في المشتبه اللي يلعب في الزمالك. يعني حاجة مش حاجة بعيدة دلوقتي في الكورة. اه. بس السنة دي اعتقد صعب. 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 بس انا اتمنى اتمنى الرمضان اه. في المستقبل القريب يلعب في الزمالك. اه. رمضان اللعب راجل جدا. ولعب اه. مفيد جدا. ومؤثر جدا. اه. وانا عايز اشوفه في الزمالك مع جمهور الزمالك. في وجود عبدالله وشكبالة وعمر وزيزو. عايز اشوف التركبة دي. معها الرمضان بس يعني ايه. في المستقبل القريب ايه. بس الموسم ده اعتقد صعب. صعب. اعتقد. ولا في هناير. ما تعرفش. متغيرات الكرة على فكرة في يوم. اه. يعني ما تعرفش ايه هيحسن. بس يعني مش عارف. بس حاس الموضوع دلوقتي خلاص يعني برامدز خلاص مزبط حاله على القايمة اللي عنده. الزمالك خلاص بعمل صفقات اعتقد. ناس بس مثلا يجيب مدافعة. بس ده عندش مال في برامدز فيها ناس كتير. فيها رمضان. ناس كتير دي انت ما تعرفش ظروفها ايه. اه. يعني ابرام عادل بنسمع انه هيحترفه شوية هيقعد. بس هو طالما الموضوع تحط في دماغه هيحترف هيحترف. انه هيطلع بقى هيسافر هيسافر. اه. ابرام عادل اللعب سهو غير ولعب مش عايزة اقول كبير. عشانا ما حبش اقول حاجات دي با. لعيب مميز. بس لعيب. لأ مشروع لعيب كبير. مشروع لعيب كبير. لعيب مميز جدا. وعنده شخصية. اه. لو مشي بخطوات ثابتة هيبقى في حتة يعني حتة كويسة. اه. فهو طالما الموضوع حط في دماغه اعتقد هيسافر. اه. فالمكان ده في اه. هناك مش زحمة. يعني لا مش زحمة خالص. اه. المكان ده. ابرام عادل الفترة الاخيرة كان متضايق. كان عاد متضايق. اي حد ما كانه هيتضايق. اه. اي حد ما كانه عنده فرصة احتراف. بعد القلميات كمان. وتعمل بطولة تتوفق ربنا يكرمك. وده رزق. اه. انك تعمل بطولة كويسة وتجيب جوان وتبقى مؤسر مع فريقك. وتصعد بفريقك لقابل النهائي. وانت الموضوع اصلا كان في دماغك. من بدلا انا قلت مع ابراهيم وعارف. طبعا. هو عايز احترف. نفسه في الاحتراف. اه. فانك بتبقى مستني حاجة زي دي. تبروش شغلك عشان تحترف. اه. فالموضوع جاله. اه. ان الموضوع اترفض انا بالاخر اي ازبابة تتقال. اه. اللعاب كان نفسه حلم ان هو يسافر. يلعب دور ازباني وحاجة كبيرة جدا. طبعا. فان الوضوع يترفض طبعا لازم يزحل. لازم يزحل. لازم يزحل. اه. اول مباحة يوم الماتش. يوم ماتش السوبر. كنت ما تكلم على عبدالله السعيد. زي العيب رايح. عبدالله السعيد دي قصة طانية. صح كده. عبدالله السعيد يعني. مش طويل. انا في مبسوط يعني انا يمكن فرحان اكتر من لعيبة. بس انا فرحان بالزيادة. وطبعا عصير الجمهور والزمالك والكصة دي كلها. طبعا. بس في بعض اللعيبة كده. مم. فرحان لهم اكتر شوية. منهم عبدالله السعيد. عبدالله السعيد انا اشتغلت معاه في درامنز. وعرفت بجد عبدالله مكمل لسهني ده ازاي. ومتقلق ازاي. ومحافظة على نفسه ازاي. اللي فيه ده طبيعي. ازاي. مش هتتفاجئ. عبدالله سعيد اكتر لعيب في مصر بحافظة على نفسه. اه. اكتر لعيب في مصر. عارف اللي لي و اللي عليه. اه. اه. عارف امتى هيتمرن جامل امتى ما يتمرنش امتى يرايح. بيأكل كويس بينام كويس بيجي قبل تمرين بساعتين. التمرين بتاعه زي المطش. بتيجي تتفرع التمرين بتاعه بعض السعيد زي المطش بزبط. يعني بعملو في المطش بعملو في التمرين. مش كسو يعني في خالص خالص خالص. باخد الامور بجدية جدا جدا. فاللي هو فيه لازم ربنا هيكرمه. اه. فانا قلت قمسوط البطولة دي. اه. عشان عبدالله بالزيادة. ام. عشان شيكبالا. ام. عشان شيكبالا انا عارف اه عشان شيكبالا قريب مني جدا. فانا عارف الادوار اللي بعملها. برا الملعب قبل في الملعب. اقول مالك شيكبالا مسلا ما لعبش السوبر. صح. اكتر واحد تعب في النهيق ده. شيكبالا. شيكبالا اكتر واحد. مع انه ملعبش. اكتر واحد تعب. من غير ما يلعب. طبعا كلام مع اللعيبة ولمة اللعيبة وحماس اللعيبة ودور مع اللعيبة وفي المطش وقبل المطش. اه. عمل مجهود مش طبيعي. ففرحانه له جدا. عمر جابر. لما رجع من برا من زي ما ستبعين. بتشتم طول الوقت. صح. طول الوقت. حتى لو ملعبش والفرقة خسرت. اه. الناس بتشتمه. صح. وليه جبت عمر جابر ورجعت عمر جابر ليه? ضغوط مش طبيعية محدش تحملها. اه. محدش تحملها. اه. غير واحد اه شخص عارف هو بيعمل ايه. شخص محترم جدا. اه. بيحب زمانك جدا. جدا. وبيحب الجمهور جدا. عمر يعني. غير ان هو صاحب اخيها صغير يعني. اه. ففرحان له جدا. جدا. احسن لعيب سنة نفاتي في زمانك. لغاية دلوقتي هو احسن لعيب في زمانك. اكتر راحي مستوى سابت. اه. ففي ناس كده بتفرح لهم فرحة زيزو. اه. زيزو. الفترة اللي فاتت زيزو ماشي زيزو قاعد. زيزو بسمع ما اللي يسمع ارقام غريبة. وفي الاخر قاعد. فعقلية غير زيزو. اه. غير زيزو. مش هيبقى عنده الروح دي. ويقاطل في الملعب بالشكل ده الصح. فان واحد يموت نفسه كده ويقاطل كده. غير ان هو طبعا بيحب النادي والجمهور واللعيبة. لا عقلية تحب التعامل معاك. حسن عبد المجيد اخبار ايه معاك. اه مبروك ولعب كويس. اه. باختصار شهر. مانا حسن عبد المجيد. لا ده مركزك بقى ومدافع والتاع ودائما ينتقد ويهاجم. بص بص بص. الزمانك دلوقتي كذبان بطولة مهمة. واتمنى دي دي تبقى بداية التقلق الناس اللي كانوا متقلقين يحافظوا على التقلق. اه. اللي كانوا بعيدة عن مستقهم شوية. يرجعوا تاني. مهم. ممكن اولا حسن عبد المجيد منهم. مهم. لان في فترات حسن حاسيت ان هو مثلا مأثر في حق نفسه شوية. عنده امكانيات كويسة جدا. لعب صغير واساسي في نادي الزمالك وده اسم كبير. انك تلعب اساسي في نادي الزمالك ده حقا كبيرة جدا. طبعا. وابن النادي في جمهور كده كده وقف ضهرك. اه. ولعب امكانياته كويسة. الرجل بنعب دماغه كويس وجاب الجوان مؤسرة جدا. فالحقيقة دي كلها لازم تستغلها لان انت هتكسر الدانية. تكسر الدانية. تبقى ان مرة واحدة في المكان ده عشر سنين. حسام شوية. المستوى ما قدش احسن حاجة. قعد فترة كبيرة. اه. فانا كنت تزعلان ان حسام كده. مش هزاول لكم موقع متقلق. لا كان كل الناس شايف ان هو مش احسن حاجة ايه. فحسام لما واحد زي ده بالمواصفات دي كلها. تزعل ان هو مؤثر في حق نفسه. مفروض يبقى في حتة افضل. مفروض. مفروض. الزمالك. فبزعل على اللعيب نفسه. فحسام ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل ويكرمه. المسلم الجديد اتمنى اتمنى انه يبقى المرة واحد في مصر كلها. مش في الزمالك بس. اتمنى. الزمالك بالقائمة دي. يقدر يخش الموسم الجديد وينفس على البطولات ولا لسه عنده نواقص. اه. عايز مدافع. انا قلت الكلام ده قبل السوبر. اه. وهقوله بعد السوبر. اه. لان احنا فوزنا في تسعين دي اف يوم. اه. بس انا عندي يعني تلتمية يوم ولا. دور طويل جدا. اطلاط كتير جدا. زمالك جاب جيفيرسون مدافع غيني. تحت السنة. انا ما عاربش تحت السنة ده عمل ازاي. ما عاربش. بس لا الزمالك عايز مدافع. عند خبرات اه كويسة. ومدافع كويس. كمان مع الناس. مع حسام. اه. ومع المسلوسي ومع الناس الموجودة. اه. مين مدافعين جايدين في الدولة للمصري بعيدة عن الزمالك والاهلي. بيعجبوك يعني. كل مدافعين. كل مدافعين برامتز. اه بالضبط. اه لا الزمالك والاهلي وبرامتز. عشان كمان دول هما الدوليين. يعني لو انت طلعت المدافعين في الثلاثة انبياء دول. اه. اه. بيكهم مدافع كويس. اه. محمود رزق في اوتشار مدافع كويس. اه. من تاني. يعني في حق. في الناس هتقع مني اكيد يعني بس. اه. اه. مش حد حضرت. زي ما يكأن بفكر في كلوشا في انبي مسلا. كويس. اه. يعني ايش ما ده ما شدتش من قلبك اللي هو بيبقى جيد الموضوع ممكن الدخل لانك تدخل نادي كبير بجمهور ممكن تبقى جامل جدا بس في نادي ده مش هتمشي معك دا فحزب شخصيتك وانت كمان تبقيمك بتبص لأمور كثيرة كابتال محمود دايما تنور دايما شرف العادة معك النهاردة كيتحلوة استفدنا منها يا ربي خليك في خبر جالنا دلوقتي خبر عاجل ونتطمن عليه وربنا يا ربي يحميه ويشفيه محمود عبد المنعم قهربة حصل له مشكلة حص بدربات قلب سريعة راح للمستشفى عملوله الإجراءات اللازمة حليل وإشعاعات وكلافه والحمد لله خرج من المستشفى يعني هو بس حس بشوية تعب إيه لق شوية كابتال محمود بس الحمد لله هو بخير وكويس يعني خرج من المستشفى ألف سلامة وربنا يطمننا عليه نشوه يا رب يا رب ألف مليون سلامة على كابتال محمود عبد المنعم قهربة ربنا يا ربي يشفيه ويعفيه ويطمننا عليه بعد الفاصل نتكلم على حراس المرمى في مباراة السوبر عواد وشناوي مع كابتال أسامة عبد الكريم مداري حراس المرمى متخنى الأولمبي السابق خليكم معنا نشرفني ومنورني الكابتال الكبير كابتال أسامة عبد الكريم مداري حراس المرمى منتخنى الأولمبي قال أصبك وإحنا قبل ما نخش على الهواء على طول كنتنا وابدأ معها بدايات كتيرة بس هرحب بالأول بقى كده أقول لك البداية منور الدون يا كابتال أسامة حبيب يا كيمو أخبرك إيه؟ الله الحمد لله أنا وكابتال أسامة في حيث واحد كده عبدالله السعيد إيه عبدالله السعيد طبيعي سألك عز مالك والأهل والمباراة كلها بشكل عام بس هدى أبو عبدالله السعيد يستاهل يعني لا ما اتعني عبدالله السعيد لعيب في سن 39 سنة وبيعمل كل حاجة في الكورة احنا تعودنا دايما على اللعيب الحريف يعني ده الراجل بيبضل إيه؟ يعدم من المدافعين يلعب لك لعبة حلوة يلعب لك لعبة حلوة إنما المعدلات اللي احنا شفناها في لعيب زي عبدالله السعيد معدلات جاري بضع معدلات جاري ومعدلات إن هو بيدافع إزاي ما عاتين من نادي الزمالك بالشكل القوي ده لأ حاجة بصراحة مكسب كبير جدا جدا للكورة المصرية قبل نادي الزمالك مكذبش عليك أنا هو جاي نادي الزمالك قلت أخله هيلعب مع الزمالك 6 شهور وفي الأول الآخر برضو بشيء ده يلعب 20 دقيقة وممكن الزمالك يستخدمه في بعض الأوقات عبدالله سعيد كلمة كبيرة بس الراجل بقى أساسي طول الوقت ممكن يلعب 90 دقيقة بيدي مجهود عظيم مركزه كمان بيلعب فيه اللوقت لا يستعد الراجل بيلعبه 6 ولا 8 مش اللوعة 10 كده يلعب بصر وخلاص وحرفانه متعملش أدوار دفاعية فبرضو حاجة خيالية كابتن أسامي أنا مشوفش لعيب في السن ده ممكن يعمل إمكانيات دي في المركز ده الراجل بيلعب في مركزين في سن 39 سنة بيلعب والزمالك مع الكورة بيلعب في مركز الثمانية بيلعب أما زمالك كيف خده الكورة وبقى هو أصبح رقم 6 صح عشان نبسط الموضوع للناس عبدالله سعيد حصلت 9 التحامات مبين ومبين لعيبة النادي الأهلي كسبهم في استخلاص خد 7 منهم 7 من 9 استخلاص للكورة منهم واحدة لو الناس بس ترجع وتفتك اللقطة كانت ممكن تخلص على المباراة صح مصالح النادي الأهلي صح الدية 55 من نشوط الأول كانت فيه هجمة لنادي الزمالك من ضربة رقمية رجعت الكورة دي لحسين الشحات كان هيبقى انفراد بعواد من نص المنعب له لتدخل عبدالله سعيد صح تدخل عبدالله سعيد خده وخده كورة وطلع به في القاوت وضرب سبرينت قوي جدا عشان ياخد حسين الشحات ويخرج بره صح لو حسين الشحات قدر انه هو يستخلص الكورة دي ويعدي من عبدالله سعيد كان هيبقى انفراد تام منه العواد وكانت ممكن ان نتيجة تبقى 2-0 مع انتهاء وكانت في دقيقة 55 للراجل حسب 10 دقايق وقت بضل ضيع فكانت في آخر دقيقة في الوقت البضل الضيع قدر عبدالله سعيد ينقذ نادل زمالك من الفراد لحسين الشحات وعيس حلقة تشرحها بشكل أكتر بقى كمدرب يعني مثل مفهوم مثلا لعب زي دونجا ده لعب قوي هيخش يعمل تاكلينج هيدي كدفة لحم طلع اللعيب بره دي شخص دي يعني ايه مقومات ويعني عبدالله سعيد حتى هو باستخلص الكورة هو لعب زي برضو مش بس في التحركات بتاعته ولا في الأماكن اللي بياخدها هو حتى في استخلاص الكورة زي ازاي بيحط جسمه ازاي بيطلع الكورة وما عندوش القوة عبدالله سعيد يعني دي خبرات لعيب خبرات لعيب خبرات دولية وده اللعيب الدولي ازاي بيحل المواقف بأبسط الحرول والطرق مش لازم استخدم القوة عشان استخلص بس لا بيقدر يحطوا جسمه بشكل كويس ازاي ياخد الرجل في ظهره ازاي يبقى هو حطت الكورة في استحوازه هو الشخصي قبل ما تبقى في استحواز اللعيب اللي معاك الكورة فدي كلها حاجات خبرات بما فيهم يعني مثلا احنا بنتكلم في دونجة تقريباً 28 سنة دونجة جاله في المباراة ست التحامات خد منهم اتنين من الستة يعني فرق احنا بنتكلم والناحية التانية لعيبة النادي الاهلي في التحامات اقرم ولعيبة قوية جدا ما قدرتش تستخلص الكورة زي عبدالله السعيد فنرجع نقول لا عبدالله اضافة كبيرة جدا للكورة المصرية وانا بطالب ان كابتو حسام حسن لازم يعيد النظر بشكل كبير جدا في التواجد عبدالله السعيد في الفترة القادمة لمنتخب مصر ان انت في احتياج نوعية اللعيب ده في الفترة القادمة دي في المستوى اللي الناس شافته فيه والكفاح اللي هو بيقديه لا حقه يكون موجود في منتخب مصر ومكسب كبير جدا 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 لنادي الزمالك سادق حقيقة سادق فعلا كنت رسمعي حاجة معقدة جدا يعني مسلا لو مدار منتخب حابقى محتار ااخد لعيب صغير في السن هيفدني مسلا في كاس العلم في 26 ولا ااخد لعيب كبير في السن يعني متقدم في العمر في عمر الملاعب يعني ممكن مايفنش في المستقبل بس حقه انه بالمستوى ده وقت انه يبقى موجود حاجة محيرة انت كمدار منتخب تفكر فيها ازاي لا اقدر اخد عبدالله في التوقيت ده لسه لان انت اللعيب الصغير ده كريم وهو في المنتخب محتاج نوعية قاب بيشتغل معدلات جاري كبيرة بيشتغل انت بتبني عشان منتخب نلعب كاس المنتخب يلعب كاس عالم 20-26 انه في وسط ده كله انت محتاج نوعية اللعيبة اللي عندها الخبرات اللي هتنقل الخبرات دي اما اللعيبة الصغيرة تروح كاس العالم ازاي هتتعامل مع المواقف دي وتتنقلها الخبرات الشوف والسمع غير التدريبات والشغل مع اللعيب في الملعب ويشوف خبراته اخده ازاي المراضي ولف بي ازاي وحط جسمه معه ازاي واشتغل معاه في الكرة ازاي والمجهود اللي هو بيبزله في الملعب بيبقى شكله ايه طب انا اللعيب الصغير هبزي المجهود قد ايه اما اللعيب الكبير عمل ده ففي توقيتات لا تبقى محتاج ان انت تاخد اللعيب الكبير اللي عنده الخبرات عشان ينقل الخبرات الكبيرة دي للاعيبة المنتخب الصغير اللي هسألولك دوت اكيد اللعب نفسه هو اللي هيبقى عارفه اكتر من اي حد تاني بس انت توقعك عبدالله السعيد قادر ان يلعب لحد دائمت بالشكل اللي انا شفته ده لا طبعا ده يقدر يلعب سنتين مرتحين جدا سنتين جدا المسم ده اللي بعده وحيبقى موسمين مرتحين جدا لان من بداية المسم ده لا هو قادر يشتغل بشكل كويس جدا وده واضح عليه من حفاظه على ليقته البدنية حفاظه على فورمة جسمه حفاظه على الخبرات الكبيرة ان هو ما سبش نفسه بقى انا خلاص انا بشطب لا كان عنده قصار كبير جدا ان يكون عنده بطلات من نادي الزمالك كذا ما حقق بطلات قبل كده مع النادي الاهلي فكل دي حاجات لا عوامل مخلية عبدالله السعيد عنده يوافع كبيرة جدا مع نادي الزمالك ده عبدالله السعيد سألك على المباراة بشكل عامل ليه الزمالك كسب الاهلي عايزة استغلل الفرصة عشان ما سألش السؤال ده قبل كده مع اي حد خلال ايام اللي فاتت يعني شناء وعواد في المباراة دي تقييمك اليوم ايه عواد نرفع الوقت معه الشناوي المهزوز الشناوي مهزوز مش عارف ايه سببها انما بعيدا عن نتيجة المباراة بعيدا عن نتيجة المباراة مش الشناوي اللي بتتشاط عليه قرى من 25-30 يارضا في المتناول اللي الكرة تبقى في حضنه والكرة ترد من صدره مرة تانية بالشكل ده مرتين في خلال المباراة ومرة تالتة في كرة كانت ممكن يتسبب فيها في ضرب الجزاء مش الشناوي يعني في حاجة مخلية شناوي مش ركز ايه هي انا معرفهاش انا مش متداخل في الامور الفنية مع النادي الاهلي هل اليوم ده من ضمن ان ما كانش يوم لعبة النادي الاهلي كلها هل من ضمنها كان الشناوي بالشكل ده انا مش عارف يعني حطي ايدي على الموضوع بشكل كويس جدا بعض الناس لامت الشناوي في ضربات الترجيح بص ما تقدرش تلومه حارس المرمى بشكل كبير يعني يعني مش عايزين نقصه عليه ايوه في حتة ضربات الجزاء ايه كان ممكن يعمل ايه يعني انا بص انا اتكلمت على الجزاية دي انه الحارس هي ضربات الترجيح هي ضربات حظ يعني فيها توفيق كبير واكيد طبعا مهارات حارس ومهارات لعب بيشوت بس الشناوي لو هيسأل في ضربات الترجيح ممكن يسأل علي بص هي ما تقدرش تسأله بشكل كبير جدا انما لنا دايما خلاص احنا تعودنا ان ضربات الجزاء جزء من الوحدات التدريبية اللي بيعيشها حارس المرمى خلال عشان يقدي المباراة ما بيكون وصلين لمباراة فيها ضربات الجزاء او حتى لو بتلعب مباراة عادية جدا في الدورة يعني من غير انها تحسن بضربات الجزاء الطبيعي جدا ان انت بتبقى مصنف في نوعية اللاعبين اللي بتشتغل ومذاكرها بشكل كويس جدا واكيد محللين الاداء ومدارب حراس المرمى اللي معاك عرفوا كل لعيب بيبقى واقف ازاي في وضعه التشريحي بيلعب بانهي رجل بيحطوا كورة في انهي مسافة او في انهي قوة بيقدر يحطها في المرمى كل الحاجات دي المفترض الطبيعي جدا تكون مذاكرها بشكل كويس جدا يعني مجهز لها ذهنيا وعايشها كويس ومركز فيها بشكل كويس جدا انما في الاخر خلاص ممكن ما تكونش موفق من ضمن التوفيق اللي هو ما كانش موجود في المباراة صحيح انما ما تقدرش يتلوم على الشناوي في حاجة كبيرة بضربات الجزاء انما اللي انا شايفه مش الشناوي اللي انا عارفه كويس بشكل كويس جدا انا من فترات كبيرة جدا يعني اخر مرة شفت حالة الاهتزاز دي للشناوي كلنا قبل ما نسافر الأولمبيات مع النادي الاهلي مباراة بيرامنز واللي انتهت بهزيمة بيرامنز الاهلي تقريبا 2-0 كورة جيس سلمها الشناوي وقت معديها من تحت رجله ودخلت هدف كورة مش عارف ايه ما كانش في الفترة دي فافضل حالاته لو انت دلوقتي مدارب حراس مرمى النادي الاهلي تروح تقول للمدير الفني الشناوي يكمل أساسي ولا مصطفى شوبر ياخدك شوية على حسب الحالة الفنية اللي ماشي بياه الشناوي معك انت شايفه شكله انت بقى مدارب الحراس انت شايف لو هو الدنيا مش افضل حاجة في التركيز لا لازم اقول له تعالى وتعالى اقعد وريح واعمل ريستورت مرة تانية لنفسك بشكل كويس جدا عشان ترجع احسن من الاول ولا تدعمه اكتر وتسيبه يلعب اكتر ويرجع تاني هو الشناوي هو الشناوي بص خلي بالك اللي احنا بالقول ده مش هيقلن من رصيده هو عنده رصيد كبير مع جمهور النادي الاهلي عنده رصيد كبير في حراسة مرمى مصر انما في الاول في الاخر انت داخل على معسكر المنتخب يوم 7 تقريبا عن 10 صح شناوي هو حرس مصر الاول انما التوقيت ده مش عايزين تبقى قصيين انا مش مركز في مباراة انما هو كان مفنش كويس وانما رجع من الاصابة كان كويس ما عندهوش حاجة انما هو وراه حرس بيدبدب خلاص ادى علامات ايجابية في الكران المصرية وادى علامات ايجابية مع النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي حالة التنقنان مصافة شبير انما في الاخر مش تركيزه اللي هيبقى قليل في المباراة او ان هو خلاص مش موفق في المباراة هنقول لا اعادوا بقى بشكل ايجابي او كلم من ده انا من وجهة نظري ان الشناوي بيعرف يرجع بيعرف يرجع بسرعة صح وعنده شخصية وشخصيته بتسمح له بداه وديه من العوامل الكبيرة اللي بتقدي فترة التوقف ان هم في النادي الاهلي في الراحة والنادي الزمالك في الراحة هيرجعوا بعد كده على المنتخب اكيد هو هيعيد حسابات نفسه بشكل كويس جدا عشان يرجع هو حارس مصر الاول الشناوي وانت بتتفرج الشناوي سليم بنسبة ما في المياه اه سليم بنسبة ما في المياه ها ده بصي واضحين فيها جدا لان احنا اما كان بيلعب بطوط افريقيا ومن اول مباراة كان بيلعبها الشناوي وانا كنت معاك هنا فاكر قلتلك الشناوي مش سليم صح والناس اللي قايت لا او الشناوي كوي قلتلك الشناوي ده مش الشناوي اللي انا اعرفه مش تركيز التركيز بيبقى باين وان انا مصاب ولا او انا مصاب بتبقى واضحة جدا بالنسبة لنا يعني فلا هو سليم جدا انما مش مركز خالص في الفترة اللي موجود فيها حاليا عاصم ليش زمالك يسي بالاهلي ببساطة اولا بس عايزيني ادي عواد حقه عشان احنا التوتري عواد في الاول لا اجيله اكتر عواد عمل مباراة يستحق اشادة جمهورنات الزمالك ويستحق ان هو يكون واحد من نجوم من هذه المباراة لاسباب كتيرة جدا اسباب ان حارس كان بعيد الفترات السابقة بشكل كبير جدا عن نات الزمالك لحد ليلة المباراة هو عارف انه مش هيلعب فهو مش مهيق مش مهيق نفسه بشكل كبير جدا مش متهيق انه هو ان انا الحارس الاساسي اللي هبدأ المباراة طبعا لولة اصابة محمد صبحي في التوقيتات القاتلة قبل المباراة واستبعاده فالرجل ابتدى يأهل نفسه كان يدور كبير جدا في اكتر من تصدي خلال المباراة بشكل كويس جدا منهم الكرة السابتة بتاعته سامة ابو علي منهم الكرة بتاعت تصويب حسين الشحات ضربات الجزاء قدر ان هو يتصدى لضرب الجزاء عشان يخلص بيها نتيجة المباراة لصالح نتزى مالك في بطولة كبيرة فبقى بأمانة جديدة لازم ندي عوات حقه ونقول انه واحد من نجوم هذه المباراة عظيم ليه الزمالك كسب الاهل الزمالك كسب الاهل عشان انا بحب المدرب اللي بيعرف يراهن على لعبته وجميز راهن على فكره وعلى لعبته جميز ملاعب بطريقة 4-3-3 ولعب بدنجة بس في نص الملعب راهن على حاجة واحدة بس واحدة على حاجتين حاجة الاولى ان لعبته الزمالك لعبه مهرية وعندها الكنترول بتاع الكورة عالي جدا فهو مش هيفقد الكورة بشكل كبير راهن على المعدلات البدنية ان لعبته الزمالك وقف على رجليها بشكل كويس قوي بدنية فالتنين دول الدول خلاص الارتحية انه يستحوز على الكورة في فترات كبيرة جدا من عمر المباراة والنزاي يبني ويطلع بكورة من تحت الفوق عشان يوصل للخطوط الامامية للنادي الاهلي وقتلت الدفاع للنادي الاهلي قدر هو يشتغل بده بشكل كويس جدا قدر يستغل مهارة ناصر ماهر قدر يستغل مهارة زيزو قدر يستغل مهارة عبدالله السعيد ما كانش مساعده قوي شلبي ما كانش مساعده بشكل كبير جدا انما في الاخر قدر تغييراته اللي قدر يعملها انه يلعب باتنين مهاجمين في اخر ربع ساعة من عمر المغرى الدولته للافضلية طبعا بهدف ولا اروع لناصر منسي قدر يدينه الارتاحية بشكل كبير جدا واضح انه كان مذاكر النادي الاهلي بشكل كويس قوي واضح انه كان محفظ اللعيبة بشكل كويس جدا ازاي احنا هنكسب النهاردة وما كانش عنده لغة ازاي هنكسب والمدرب اما بينقل الصقافة دي اللي لعبته طبعا بيكون ليه دور كبير جدا في فكره حاجة التانية كان من عوامل المكسب نادي الزمالك على النادي الاهلي ولا مش عارف يعني مش حاولين احطه في جملة الكلام اللي حصل قبل المباراة بشكل كبير جدا حفز اللعيبة طبعا يعني فيه قائد اسمه شكبالة وفيه مجموعة لعيبة كبيرة موجودة في الفرقة قدروا يجمعوا كل اللي تقال من كل واحد اتكلم والتريع على لعبة نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك وانه هما ما يسفروش وما يروحوش وانه الاهل افضل وانه الاهل احسن وانه الاهل هيكسب كل دي قدتهم دوافع اننا انا مش هنزل اعمل حقيقة انها هقاتل عشان اكسب هذه المباراة فدي كلها عوامل قدة النجاح لنادي الزمالك مين كان افضل لاعب في المباراة عبدالله السعيد عبدالله السعيد اه بلا منازع طبعا وافضل واحد بره على الخط اكتر من جميز كان شكبالة شكبالة طبعا وقد اتفرق على كل كورة كان بيجري يحطها والزمالك خسران شكبالة قائد بمعنى الكلب وقائد ليه لأسباب كتيرة جدا مش عشان انه هو كان واقف بس بيحمس اللعيبة وعمل بيضغط وبيتكلم مع اللعيبة وواقف اك انه هو الكوتش اللي بيدير المباراة مع اللعيبة بس لا شكبالة كان بيحفز اللعيبة بشكل كبير بره الملعب وجوه الملعب صح شكبالة كان ليه دور ايجابي جدا يستحق الاشادة به انه لعيب كبير بتلعب في مباراة كبيرة بتلعب في مباراة سوبر ومن حقه انه هو كنجم كبير وكنجم بيعشاقه هذي الجمهور انه يلعب ويشارك ويبقى في اللحظات دي اللعيب من جوا وإحساس اللعيب انه أنا ما بشاركش انا خاصة انا عايز انزل اعمل انا كعبي علي لان شكبالة من اللعيبة اللي كعبي علي على الناد الاهلي باعي عرف يجيب جون انه انا انزل كل ده تغضى عنده في سبيل ان الزيناد الزمالك يحصل على بطولة كبيرة جدا في السوبر الافريق كابتن وثامة دايما بتشرف ودايما بتنو دايما من الوقت معك بيخلص بسرعة جدا بس بنستفيد منك جدا انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا كيمو اللي بشكرا بيخليك الله يخليك اختب حليتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على اللقاء